بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس عودة بعد العيد حلقة جديدة طبعاً إن شاء الله تعجب حضراتكم الحقيقة وحشتوني جداً جداً كالعادة وقبل ما أتكلم عن مباراة 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 هنأتكلم مع حضراتكم فيها بشكل قد يبدو مختلف لأنه أنا تكلمت مع كثير من الأهلوية وكالعادة زي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايماً بتكلم مع حضراتكم من انبارح للنهاردة أو من بعد المباراة للنهاردة سواء على سوشال ميديا أو على تليفوني الناس بتكلمني الأهلوية بيكلموني وأنا بحب أتكلم مع الأهلوية عشان أعرفوا إيه وجهات النظر وأطلع أتكلم فيها مع حضراتكم ولكن قبل ما أتكلم عن مباراة بكرة الحقيقة يعني جولة يعني قد لازم أتكلم فيها لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي على أي حد سواء مشجع أو مسؤول أو حتى من غير المهتمين بكرة القدم هتكتشف حاجة مهمة جداً جداً هتكتشف أي حد بي فينا بيبص يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هتكتشف مدى قوة وتأثير النادي الأهلي عالمياً وليس محلياً وأفريقان فقط بالمناسبة هتشوف المعنى الحقيقي لمصطلح القوى النعمة يعني إيه قوة نعمة؟ الناس كتيرة جداً بتسأل يعني إيه قوة نعمة اللي تعمل في نهاي دوري الأبطال الأغنية اللي تشهرت ما كانش حد يعرفها وتشهرت فجأة هذا هو معنى الحقيقي مش على الأغنية أنا هنا ما بتكلمش عن الأغنية ولكن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة النادي الأهلي قوة من القوى النعمة لبلده هتعرف قد إن النادي الأهلي لما تشوف بتاريخه وبطولاته يحظى بمكانة عالمية لدى الجميع مش بس في مصر ولا في الوقت العربي في العالم كل وجهة نظري ومرة تانية حوضح لحضراته أنا هنا ما بتكلمش على أغنية أو احتفال ولكن أنا بتكلم على المضمون نفسه إيه اللي حصل لما 3-4 لعيبة أو 5-6 لعيبة مشوا وبيحتفلوا بفوزهم بدوري الأبطال رقم 11 العالم كله ريال مدريد من يومين بصينا على السوشيال ميديا بيشوفنا هذا الأمر لعيبة في مدرسة الكرة أو في الأكاديمية في ريال مدريد بيحتفلوا على هذه الأغنية في السعودية هنا هذا هو المقصود المقصود هنا مدى تأثير النادي الأهلي في المجال الرياضي عالميا فأقل من 30 ثانية عفوية جدا من لعبة النادي الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال بيصل تأثيرها إلى أكتر من كده بكتير وهنا أنا مش هبالغ لو قلت إنها مش مفاجأة أبدا بالنسبة للأهلوية لأنه ده طبيعي بالنسبة لنا كأهلوية يعني لأن الأهلوية عارفين قيمة ناديهم ولكن للأسف الشديد أنا بتكلم هنا عن بعض ما لا يشجع النادي الأهلي لسه الناس بترغي بقالها أكتر من 20 سنة في قصة الحقوق الرعاية حقوق الرعاية أنا بتكلم أو بداية كلامي في هذا الأمر ليه لأنه لسه في نسبة تتكلم هو شمعنا الأهلي وإحنا عايزين نتساوى بالأهلي عمرك ما حتتساوى بالنادي الأهلي أنا ببصص لك أهو وشايفك وبقول لك عمرك ما حتبص أو عمرك ما حتتساوى مع النادي الأهلي الراعي بيدور على المؤسسة المستقرة النجح ركز معايا في اللي جاي وتعلم ركز معايا وتعلم مش معايا أنا ركز مع النادي الأهلي يعني ثلاث كلمات تقدر تحسن بهم الجدل في هذا الأمر وأنا هنا حخطب الأهلوية لأنه لما حد من بعض ما لا يشجع النادي الأهلي اللي معروفين بيحاول أنه يتكلم معاك في هذا الأمر أقول له ثلاث حاجات المؤسسة المستقرة النجحة المؤسسة المستقرة النجحة يعني إيه؟ يعني العمل المؤسسي يعني إيه العمل المؤسسي؟ الاستقرار بفضل الالتزام دائما باللوايح والقوانين ودراساتها جيدا والنجاح ده نتيجة طبعية جدا جدا للعمل المؤسسي والقانوني فطبيعي بالنسبة لنا كأهلوية نحن نشوف احتفال فريقنا بيقلدوا فرق تانية في أوروبا كلها وحتى في بطولة الكاس الزهبية في أمريكا لما تشوف المنتخب القطري بعد فوزه على المكسيك بيقلد احتفالات لعبة النادي الأهلي السر مش الأغنية السر في النادي الأهلي في اسم النادي الأهلي الاسم ده أو المشهد ده بينعكس بشكل طبيعي جدا على إيه؟ ليه النادي الأهلي بيجيلوا مليار ونص أو أكتر؟ وليه أن ديها أخرى بيجيلها تلتمئة وربعمائة مليون؟ عشان الكلام اللي أنا بحكيه مع حضراتكم لأنه الفارق كبير جدا ما بين فرق رياضية وشعار مؤسسي اللي هو شعار النادي الأهلي اللي دايما كلامنا ده بيأكده إيه؟ بيأكده كل البطولات اللي خدها النادي الأهلي من 1907 فتا دلوقتي ولي بيأكد هذا الأمر إن الأهلي دايما سابق وسابق بخطوات وإن شاء الله قريب إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله تجدوا شيء يصركوا يعني مش حضرات كلفة هذا المهم الأهلي دايما بيفكر في المستقبل الله يرحمه الماستر العظيم صالح سليم قال وقت استلام جايزة نادي القرن في 2001 في جوهانس بيرج إحنا حنيجي بعد مئة سنة علشان نستلم الجايزة دي مرة تانية ما كانتش مجرد كلمة روتينية بيرميها وخلاص ولكن الرؤية الحقيقية للنادي الأهلي على مر الأجيال الحفاظ على النجاح الحفاظ على النجاح من 2007 مجلس إدارة النادي الأهلي المختلفة لغاية دلوقتي لشان كده أنا دايما أحب أتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي وأقول لحضراتكم إن اللي بيحققوا هذا المجلس خلال المرحلة الحالية والمرحلة السابقة وجهة نظري وجهة نظري إن هو إنجاز كبير جداً جداً في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية والرياضية على الساحة الأفريقية والعالمية الأول سواء وفي أفريقيا طبعاً جوه أو برا فلازم نقف ورى مجلس إدارتنا كان عادة ده جمهور الأهلي هنا دايماً بيعمل هذا الأمر لأن هذا المجلس يستحق كل الاحترام يستحق إن إحنا نقف في ظهره لأنه بيعمل لنا اللي إحنا عايزينه هو لا يتأثر بسوشال ميديا ولا يتأثر بأي حد هو مجلس يتأثر بمصلحة الأهلي فقط وإذا كانت السوشال ميديا فيها مصلحة الأهلي فهيتأثر بيها ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتأثر بشيء إلا بشيء واحد فقط مصلحة النادي الأهلي لما النادي الأهلي بيخسر بتلاقي الدنيا تقلبت ممكن ما يبقى نشي قوي ولكن حضراتكم في حاجات داخل النادي الأهلي يعني حضراتكم ما بتشوفوهاش كتير صدقوني مجلس الإدارة ده ممكن يكون ما بينامش في الأوقات اللي بتبقى فيها انكسار اللي ان شاء الله اللي هي بتبقى ليلة جدا والله ما بينامه يعني لو كلمت حد تلات الصبح بيرد عليك عادي عندنا مجلس إدارة لا يعرف إلا العمل المؤسسي والنجاح والانضباط وتحقيق أهدافه مجلس إدارة برئاسة أسطورة كرة القدم كابت المحمود الخطيب كل واحد فيهم بيعمل في ملف بكل كفاءة وإنكار ذات عمرك بتلاقي كابت الخطيب يقولك أنا بعمل كذا واللي عملي بيه فاروق يقول أنا بعمل كذا وخالي بيه مرتاجي يقوله لا يقولك مجلس إدارة نالي الآله بيعمل هتلاقي عمل مؤسسي ونجاح لمنظومة عظيمة وعريقة مش فرض واحد اللي بيدير نهاردة مبسوط هقبطكم مش مبسوط مش هقبطكم فيه يقولك ده حاكوني يفاكرين كان فيه والله ما فاكر اسم الفيلم إيه سدعب حفيز اللي بيبقى حفز الأسماء دي كويس أو أسماء الأفلام كان فيه فيلم كده زي ما يقولك إيه ده حاكوني أنا عايز أضحك عايز أبقى مبسوط عشان أبسطكم إحنا عندنا النادي الأهلي مفوش الكلام ده النادي الأهلي مؤسس من وجهة نظر يظل الإنجاز الأكبر لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي استمرارية النجاح والتوسع ووصول النادي الأهلي لكونوا قيمة مضافة للرياضة المصرية كالعادة يعني ووجهة للرياضة في مصر على مستوى العالم بالمناسبة مش على مستوى الأفريقية بس ويظل دائما العمل متواصل وحتجدوا مفاجآت إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يعني مش حادر أتكلم عنه دلوقتي خالص لكن كله في وقته كله في وقته كله في وقته كله ده بيحصل ليه مصلحة النادي الأهلي وليس مصلحة أي شيء آخر نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير اتعادلنا مبارح في المبارات فيوتشر مظبوط؟ ها مظبوط إسلام طب رأيك في أداء اللعيبة إيه؟ طب رأيكم في أداء الجهاز الفني إيه؟ هتكلم مع حضراتكم ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الأهلي القلعة الحمراء قيمة ومكانة تاريخية تتوارفها الأجيال طيب أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى حيا قبل بس مروح وتكلم مع حضراتكم عن المباراة بكرة خلينا نعرف رأي أحد النجوم الكبار وواحد من كباتن النادي الأهلي وواحد من أصحاب الرؤى المختلفة دايما كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق وكابتن النادي الأهلي يا كابتن مصر حبيب يا كابتن إسلام كل سنة أنت طيب كل سنة طيبة يا كابتني ومصر كلها بخير وكل سنة أنت طيب ووصلتك بخير يا رب أنا أخليك يا كابتن مصر ويعني سعداء جدا بوجودك معنا ده أولا سنيا برح مباراة الأهلي وفيوتشر كيف رأيت هذه المباراة؟ مباراة كان النادي الأهلي من خلال الأرقام يعني بشبه متسيدة الأرقام كلها في صالح النادي الأهلي من أول الاستحواذ للصناعة الخرص للضربات الرقمية للتزديدات أرقام كبيرة أوي أوي لو أنت عندك الإحطائيات كمان هتلاقيها كبيرة بكاكل مرعب لكن في الآخر النادي الأهلي متعود كل المباريات اللي فاتت إنه بيسجل بدري التزديد بدري بيريح جدا جدا وبيعرف يدور الكورة وبيعرف مستر كولر كمان بيغير تغييرات لدفع دماء جديدة وإنت طبعا لعيب كبير وعارف يا إسلام طول ما الهدف الأول بيتأخر اللعيبة بتتشد في الملعب وبيبقى الفريق الآخر طبعا فيوتر فريق كبير ومعه مدير ثاني قدير الكابتن علي ماهر مع كل الجهاز وعملوا مباراة كويسة وكانت دفاعية في المقام الأول لكن في الآخر دوارد في الكورة إن انت تتعادل شيء طبيعي جدا ودايما جماهير النادي الأهل الذكية بتبص على الأداء الأول وبتقيم من الأداء أي فرصة سهلة ضايعها النادي الأهل ممكن تيج فبالتالي لا مفيش مشكلة ودوارد في الكورة انت ماشي بشكل كويس جدا في كل البطولات وخصوصا في الدوري الدوري ما شاء الله الله أكبر يعني بالنسبة تتعدد الـ 2% الدوري في الكزيرة مباراة وارث جدا فيها بتعادل اللي جاي دايما يا كابتن أو يعني الناس لما بتيجي أو جمهور الأهلي لما بيجي ينظر اللي جاي يقول لك يعني أنا بكسب زي ما حالك قلت كده خلال آخر 20 أو 15 20 مباراة أنا بكسب على طول فتعادل زي ده هل من الممكن أن يؤثر سلبا على النادي الأهلي لا أبدا يعني إذا أصطر هيأصطر إيجابي يعني هتلاقي اللعي بقى نزلة المباراة الجاية وطبعا نادي الإسماعيل نادي كبير وفارد كبير طبعا طبعا وبيمر بظروف صعبة جدا لكن بالعكس احنا متعودين من لعيبة النادي الأهلي أنه لما يبقى فيه لقدر الله الزينة أو تعادل هتبص تلاقيهم في الملعب زي النار وعايزين يعوضوا المباراة اللي فاتت شيء طبيعي جدا بالعكس أنا شايف من الجيل ده كمان ومع مستر كولر تحديدا مع كابتن سيد عبد الحفيز ومع كابتن سامي أمسان وكل الجهاز أحس إن هم عايزين يحققوا أرقامت يا سيد أنت عجبك مستر كولر يا كابتن وليدي يعني أنا بشوفك في أون دايما بتتكلم عنه بشكل جيد هو الراجل هايل الراجل هايل 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 يعني ماشي أنا عجبني جدا كمان الفترة اللي فاتت لما قاعد مع اللعيبة وحس كده أن التمرين مش أحسن حاجة اه بعد كولة أفريكا فأخشادد الناس كلها وعجبني جدا في المؤتمر المباراة اللي فاتت عجبني جدا في المباراة اللي إحنا كسبناها ثلاثة بتاعت البنك الأهل عجبني جدا إنه هو قال إنه لا الأداء ما كانش أحسن حاجة ولكن إحنا ترجلنا الفرص لأهداف واللعيبة يعني بلغة كورة كده عايزة يعني تسجد شوية وعايزة تزود تركيزها أنا بيعجبني وإنت عارف إنه دي إحدى صفات مسترماني الجزيل أو حي حي لما كان ممكن يبقى كسبان ثلاثة واربعة وستة يعني مباراة الزمان اكتسبان لنا ستة وهو كان زعلان طلع زحى بعد المطش معاكم اللي أنا فكره يعني ها الفكرة ها ها على طوم ما يهلش وهكذا فبالعكس أنا مستر كولر ماشي بشكل كويس أوي وارقام قياسية بتضرب وماشي على ترك كويس أوي واللعيبة ما شاء الله ما بقاش فيه حاجة اسمها أتاسي واحتياطي بحس إن الأهل بيلعب بأي بأي سكوات بأي تشكيلة بيقدي وبيقدي بشكل كويس وبيكسب يعني ما شاء الله السنة دي الدنيا ماشى زي اللي كابتوريد معيش في سياق لا ما كنت بتتكلم صح إحنا كسبنا في مباراة البنك الأهلي 3-0 ولكن هو راجل قال بعد المباراة هو لم يكن راضي عن الأداء أنا وجهة نظري معرفش برضو هل حالك تتفق معي ولا لا إن فيوتشر إحنا كنا أفضل بكتير من البنك الأهلي فنيا يعني جوى الملعب في الأخير خلينا ما اتفق على إن الكرة في العالم كله في العالم كله لا بعيدا عن النتيجة طبعا آه أوكي والجمهور في الآخر مهما أنت قدمت يعني أحسن أداء آه واخسرت أو تعديل فالجمهور ما بيبقاش راضي لكن إحنا هنا زورنا إن أنت برضو آه الجماهير بتتطمن لما أداء فرقتها تكون كويس صحيح آه التوفيق وعدم التوفيق أنت يستحيل بي حاجة بتاعت ربنا آه كرة تغبط في العرض أو تغبط في القائم وتغبط في حرس المرمى ومش عايزة تدخل خلاص خلاص رائعة لم يكن لديك من الأول آه هو أخذ أفضل وأفضل لعب بعد المباراة آه فبالتالي يعني أنت عملت كل حاجة وصلت بكل الطرق بعدين الأهل في الوقت يبقى عنده حاجة اسمها تعدد محور الركوب بيوصل من العرضيات محمد هاني وعلي معلوم بشكل رائع بيستدد كتير بيوصل باختراق فردي بيوصل بكبرات بينية زالة لعبة بكهربة وهرض لك يعني وحتى الدين اللي في البنك تابير سيتيو كمان آه في الأخراني أنا بكلم في ويتشار لا فرص كتير قوي طبقة هي دي المشكلة الحقيقية سواء في تيم المادل آلي أو في القرى المصرية عموما أيوة فكرة ضياع الفرص السهلة أنا ليه قيمة الفرصة صح زي بره سبعة ثمانية لو أنا يعني فيه بره إسلام انت عارف من ضاير مثلا نوريال مادريد وبرشلونة لو لقوا فرقة يقدروا يضع دوس دوس آه دوس يعني ما هي الفكرة لكن أنا بحس إن إحنا عندنا حد الضياع الفرص السهلة يعني المهاجم يروح أربعة أربعة فرص سهلة بيجيبوا واحدة آه وبرضو للأمامة يعني علشان برضو لوحد يبقى آمين آه أنا قلت كذا مرة النادي الأهلي يحتاج لمهاجم شوبر دولي عالمي آه يعني يبقى برقم كبير جدا يجيب أهداف من أنحاف الفرص حاجة كده يعني زي بغداد بنجاح في عزد وزي جومز بتاع الهلال حاجة يعني تكون آه يعني تكون على قدر وقيمة آه اسم المادريد خلينا خلينا نشوف إلي حيحصل في المركات اللي جاي أكيد تعرف أو تعلم أمور بتحدث خلال هذه الفترة لكن خلينا الأول أو أخيرا كابتن وليد أبريك لك طبعا كابتن وليد مدير الكرة في نادي زد أبريك لك على سعود نادي زد من الدرجة التانية للدرجة الممتاز السؤال المعتاد لما تيجي تلعب النادي الأهلي هتعمل إيه لا إحنا لسه فيه إحنا فيه توقامة بين بين النادي الأهلي والنادي زد يعني إن شاء الله في حاجات بتخلص كده بتهرب يعني بتعيبة برضه بتعاون طبعا النادي الأهلي النادي الأهلي نفسه هو اللي علمنا ونادي النادي الأهلي إن انت تشتغل بأمانة وبشرف خلي بالك يا كابتن وليد أنا كنت عايز الرد ده منك تحديدا لإنه الأجيال الصغيرة اللي طلع لازم تبقى عارفة هذا الكلام من من نجوم النادي الأهلي ومن الأجيال السابقة الحقيقة لإنه حضرتك واللي قابلك واللي قابلك دايما ده الرد الطبيعي اللي بيقوله كل أهلاوي ماسك في مكان إن أنا عايز أكسب النادي الأهلي آه ولكن ده تعلمت جوه النادي الأهلي ما هو هو النادي الأهلي اللي علمنا كده يعني أنا خلت النادي الأهلي عندي 10 سنوين طلقت عندي حوالي آه 33 سنة مثلا آه أنا عادت أكثر من ربع قرن آه أنا بتعلم الكلام ده جوه النادي الأهلي لازم يبقى فيه شرف ولازم يبقى فيه نزاهة ولازم تأدي شغلك بأقصى جهد يعني ده اللي الواحد بيحاول يعمله في أي حتة والكلام ده كان موجود حتى يعني كان لينا مباريات أنا ما كنت مسك موبيل خرف نادي الأهلي الاتحاد مع العظيم كابتن مختار مختار طبعا آه ومع الكابتن العظيم الكابتن حلم طولان كمال طبعا لا يعني لعبنا مع النادي الأهلي الكير وكربنا والنادي الأهلي يكسب طبيعي طبعا ده شيء طبيعي جدا يعني سعاداء جدا بوجودك معنا يا كابتن الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا كل سنة وحضرتك طيب دائما وان شاء الله دائما تكون من نجاح لنجاح كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكورة في نادي زد حاليا كلام مهم جدا واسمعناه من حد برضو ليه رؤية كابتن وليد دائما ليه رؤية مختلفة عايز اقول لحضراتكم وجهة نظري مباراة فيوتشر واحدة من المباريات الجيدة اللي عملها النادي الأهلي بشكل جيد هتطلع تقول لي اصلا انت بتدافع عن اللعيبة انا مبدفعش اولا اللعيبة دي اولا حتى لو بدافع عن اللعيبة اللعيبة دي تستحق ان انا دافع عنهم ليه لاننا عاملين كل حاجة اسعدونا جدا جدا خلال الفترة الأخيرة لانه خلي بالحضراتكم فيه ناس بتحاول تاخدنا على سوشال ميديا على السوشال ميديا وهنا انا انا لا اتكلم عن جمهور الأهلي جمهور الأهلي من حقه انه هو ينتقد او ينقد ما يرى من الفرق او يقول اللي هو عايزه جمهور الأهلي عمري ما هطلع اقول على حد بينتقد اداء النادي الأهلي انه هو كتائب عمرها ما هتحصل دي عمرها ما هتحصل لان انا متأكد وكلنا عارفين الأهلوية الأهلوية بيحبوا حاجة معينة بيحبوا الانتصارات بيحبوا المكسب بيحبوا ان انت تبقى فائز دائما بيحبوا النادي الأهلي مش انت النادي الأهلي يبقى فائز دائما بغض نظر عن اي حاجة تانية فعمري ما هطلع اقول هذا الكلام من حق جمهور النادي الأهلي انه هو يقول لو هو عايزه وانتقد ولكن خلينا لان هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيحول دايما يزوءك في اتجاه ايه ان انت تهاجم فريقك تهاجم بعض اللاعبين من حقك انقض على فكرة انا لما بقعد مع اللعيبة اللي قابلي او اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي يعني بقولهم هو مين اللي طلعك فوق جمهور صح ولا مس صح مين اللي بينده باسمك الجمهور فمن حق ان هو ينقضك وينتقد أدائك طالما أدائك النهاردة اسلام ما كانش كويس اسلام عنده احسن من كده بكتير طبيعي جدا ولكن انا بتكلم بشكل عام لا انت عملت مباراة جيدة في فيوتشر انت عملت مباراة جيدة انا بالنسبالي مباراة فيوتشر افضل من مباراة البنك الاهلي من الناحية الفنية جوه الملعب يعني التكتك الناس وقفة ازاي في حاجات ممكن نبقى احنا بنبصلها شوي فالناس وقفة ازاي الناس بتتحرك ازاي اللي يقل بدنيا هل اللعيبة تقيلة وتعبانة لا خالص الحمد لله وشكر لله معظم اللعيبة تحس ان هم وقفين على رجلهم بشكل جيد الحمد لله ده مهم جدا هناك البعض بيحاول يدفعك الى ان يدخلك في حالة بلبلة ولكن من مبارح للنهاردة قعدت ابو ساسوف لان هم معروفين مين اللي بيعمل كده ومعروفين ايه هم على السوشال ميديا ولما تبقى تفضل وراء الموضوع تعرف ان هم ما بيشجعوش الاهلي خالص خالص ولكن لما لقيت الموضوع لقيت جمهور النادي الاهلي بيرد عليهم ازاي بيرد عليهم بيقول لهم احنا بننتقد اداء لعبتنا او كل حاجة ولكن احنا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نفوز بالدوري السنادي ربنا يكرمنا الدوري لسه وده دايما اللي انا كنت بقوله لحضراتكم محافظة لقوله الدوري لم ينتهي كل واحد يقول رأيه ما عنديش مشكلة ولكن الدوري لم ينتهي الدوري صعب خصوصا ان انت بتلعب كل يومين 3 مباراة والتالي ده بيؤثر عليك من الناحية البدنية اهم تزبط الراجل دايما بيحاول ان هو من الناحية البدنية ان هو يخليك دايما وقف على رجلك وروتيشن دائم روتيشن دائم لكن الناحية الزهنية الناحية الزهنية صعبة الناحية الزهنية صعبة فلازم نقف ورا فريقنا لازم نفضل معاهم زي ما جمهور النادل الاهلي على سوشال ميديا بيقولك من المباراة حاول البعض حاول البعض من لا يشجع النادل الاهلي ان هو ياخد الفرقة في سكة البلبلة والفرقة وإحشاء والفرقة لا لا خالص مين قال كده جمهور الاهلي من حقه ينتقده يقول اللي هو عايزه ده على دماغنا جمهور الاهلي براحته انه هو اضرب فريقه وعارف فريقه ايه ولكن في ساعة زمن او في ساعتين كلوهم يعني على سوشال ميديا تاكلوا اللي هم بعد من لايه يشجع الاهلي اللي هم وحشين ايه مين اللي وحش وحش فين اداء جيد عندنا زي ما كابتن وليد قال قيمة الفرصة المتاحة بالنسبة لنا كم فرصة مبارح خمس ست فرص لو واحدة دخلتك و سيبنا و خلاص الموضوع خلص سيبك من الجوانر الفصيد و البلينات اللي لنا و الكلام ده كله سيبك من كل ده طلع الكلام ده برا اي واحدة من الفرص الحقيقية لو كانت دخلت كناك سيبنا وبعدين انت بتلاعب فريق عنده مدير فني جيد دماغه كويسة عنده مجموعة لعبها جيدة جدا فبالتالي اتعدلنا عندنا اخطاء في قيمة الفرصة قيمة الفرصة كيف يمكن نحنا نقدر نجيب الكرة جول هو ده المهم دلوقتي في مثل هذا التوقيت ولكن كهربا ده موجب جوان كتير ابل كده هو بيرسي تاو ده جاب جوان كتير ابل كده سواقفة ابطال افريقيا و في حاجات اصعب من كده بكتير جد هي مبارح مش موفقية التوفيق مش حليف النادي الاهلي في مباراة مبارح وخلينا برضو نتفق ان فيوتشار واحد من الفرق الجيدة في الدوري فريق منظم عنده عناصر خبرة موجودين وشباب اعتقد السنة اللي فاتت نجح ان هو يتوج بكأس الرابطة للموسم اللي فات وثالث الدوري السنة دي وشارع على نادي كبير زي نادي الزمالك على نادي كبير زي نادي الإسماعيلي على نادي كبير زي نادي المصري شارع كمان في البطولة الكنفدرالية بيقدم مستوى طيب في اول او قدم مستوى طيب في اول مشاركة افريقية لي فانا بشو انا شخصيا معرفش كل واحد من حضراتكم من حقق جمهور الاهلي يعني من حقق يعمل هو عايزه يقول له هو عايزه ينتقد كيفه ما شاء وفي ظل الغيابات وفي ظل الروتيشن اللي هو يجب على كولر ان هو يعمله كمان حاجة تانية عجبني جدا هدوء الجماهير وثقتهم في اللعبة بتاعتهم ماهو ده اللي انا شفتهم من انبارح للنهاردة سواء في التليفونات الناس هادية جدا جمهور الاهلي هادي جدا وعرف ان فيه بعض من اللي يشجع الاهلي متسوسين في وسطهم لكن عارفين كويس جدا ان هم انتم مش اهلوية معروفين يعني لانه الحمد لله والشكر اللي عندنا فريق جيد قادر على التتويج ان شاء الله بالبطولة الدوري في هذا الموسم على فكرة كمان كولر قال نقطة مهمة جدا اللي هي اضاعة الوقت وبعدين هنفضل نضيع وقت لغاية امتى على فكرة فيه اربع قوانين بيتم مناقشتها دلوقتي اعتقد تم الموافقة عليها ولكن لسه لم هتلعب مبدئيا اعتقد في الدوري الايطالي والدوري الاسباني لسه اربع قوانين جديدة منها ان الكرة لما بتبقى برا او لو حد واقع بيتم ايقاف الوقت زي الهاندبول كده او زي السلة بيأول حاجة تاني حاجة قال ان الذهن اللي عبت النادي الاهلي لم يكن صافيا لانه طبعا كل يومين ثلاثة مباراة موضوع صعب ولكن خلاص كلها ان شاء الله اسبوع عشر ايام ونبتدي نفكر في اللي بعد كده لانه في النهاية هو التوفيق وجهت نظر لي انه هو التوفيق عموما مباراة فيوتشر صفحة وتقفلت عنا على المباراة اللي جاية ان شاء الله من الاربع القادم امام الاسماعيلي احد اهم اقطاب الكرة المصرية مهما كان تاريخه تاريخه كبير طبعا مهما كان وجوده في الدولة او الكلام انا بشوفها مباراة اكتر صعوبة من فيوتشر الاسماعيلي عايز يتمسك بالتلات نقاط علشان او عايز يكسب النادي الالي اولا عشان يبقى يكسب النادي الالي وياخد التلات نقاط ويفضل في الدوري بشكل رسمي بالنسبة لهم بالنسبة لنادي الاسماعيلي لان الموقف الاسماعيلي صعب في الدوري كابتن حمزة جمل الموديل الفني اكيد بيفكر بهذا الشكل عايز يحقق نتيجة اجابية عشان ما يعرفش اللي جاي ايه فعموما هي مباراة صعبة جدا 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 وكل فريق له اهداف والنادي الاهلي عايز يكسب الدوري بدري عشان يقدر يريح لعيبته الاسماعيلي عايز يكسب التلات نقاط عشان يبقى قاعد هرب من منطقة الخطر في جدول الدوري في وقت صعب جدا خلاص فضل بالنسبة لاسماعيلي اعتقد فضل مباراتين او تلات مباراتين لانه مبارات الاهلي والاسماعيلي دي كمان خلي بالكوا واحدة من كلاسيكيات الكرة القدم المصرية على مدار التاريخ دايما هذه المواجهات مواجهات جميلة جدا جدا عنوان لمتعة كرة القدم دوافع الفوز عند الفريقين في يوم الاربع هتبقى كبيرة جدا انا متخيل ان شاء الله ان احنا هتشوف مباراة رائعة ما بين الفريقين وان شاء الله يستطيع الناد الاهلي ان يفوز في هذه المباراة بثلاثة نقاط حتى يستطيع ان يكمل سلسلة الانتصارات اللي ماشيين بيها بشكل جيد جدا التعادل بتاع مبارح الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم خلينا ننساها خلينا نقفله وننظر بقى للمباراة القادمة ان شاء الله تكون مباراة يسودها الروح الرياضية لان في النهاية خلي بقى لحضراتكم اللعبة كلها خارج الملعب بيبقوا صحاب وحبايب وبيخرجوا وبيتقابلوا اما نشوف عموما مباراة ان شاء الله تليق باسم الكبيرين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي تاريخ مواجهات الفريقين تأرير ونرجع نكمل مع حضراتكم في جم اللي جواندي انا عمل او جنين انا عمل اوفرين حلوين والله كنت زمين يعني قبل الكرش والحاجات دي عموما النهاردة السلية بالمناسبة بدأ يجري حوالين الملعب ان شاء الله ربنا يكرم ويقدر يلحق المباراة القادمة ايضا النهاردة Addie الاهلي اوتوبييسات مجانية لنقل جمهل الاهلي الى الاسكندرية الاربعاء القادمة لسه طبعا ونتكلم عن هذه المباراة وكالعادة الاهلي دايما بيكون كما حضراتكم شايفون بيكون حريص على تنظيم اوتوبييسات مجانية لنقل جمهل الاهلي الاسكندرية يوم الاربع ينظم النادي رحلات مجانية لجمهل الى مدينة الاسكندرية يوم الاربع المقبل لمؤذرة الفريق الأول لكرة القدر في مباراته أمام الإسماعيلي التي سوف تقام بملعب برج العرب في بطولة الدوري يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة 12 ظهرا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد على أن تتحرك الأوتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا يستوجب على استحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة الفان آيدي الخاصة به كما يحظر استحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة شكرا لحياة المجلس أدوار الدنيا الألي ولجنة الجماهير الحالي بتقوم بدور كبير جدا جدا في هذه الأمور خلينا بقى نروح لمنتخبنا الأولمبي اللي عنده بكرة مباراة مهمة في الدور قبل النهاية في كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب الغيني المنتخب الغيني واحد من أفضل المنتخبات الأولمبي اللي موجودة في هذه البطورة منتخبنا الأولمبي قدر أنه يحقق نتائج رائعة وتصدر مجموعته وزي ما قلت بعد التعادل أمام النيجر كلنا قلنا لازم ندعم المنتخب ونقف ظهره وعندنا ثقة كبيرة جدا فيه نجوم المنتخب على فكرة ميكالي واحد من المديرين الفنيين الجيدين ومعاه مجموعة جيدة سواء كابتر واق الرياض وبقية المجموعة اللي معاه كلهم الحقيقة اشتغلوا قبل كده وعارفين عايزين يعملوا وعايزين يوصلوا بمصر للأولمبيات إن شاء الله ربنا يكرمنا يعني حطينا خطوة لسه الخطوة التانية إن شاء الله ربنا يكرمنا لو يكسبنا غينيا يبقى ضمننا الوصول إلى أولمبيات باريس ولكن لو لقدر الله حصل حاجة تانية هننتظر بقى المباراة اللي بعد كده لو طلعنا التالت يبقى هنوصل مباشرة لو لقدر الله حصل حاجة وطلعنا الرابع يبقى لسه هنلعب أو هنصفي مع حد من أسيا وبالتالي يعني بنسبة إن شاء الله إن شاء الله تبدو جيدا إن شاء الله إن شاء الله منتخبنا قادر على الوصول إلى أولمبيات باريس اللعباء هيخدوا هذا اللقاء وهم عارفين واثقين إن هم يقدروا ويحققوا هذا الفوز على رغم من قوة المنتخب الغيني مرة تانية يجب أن يكون هناك إشادة بالمنتخب الأولمبي ولازم كلنا نفضل وقفين وراء ولازم كلنا ندعم هذا المنتخب لأنه هو المنتخب اللي جاي بعد المنتخب الأول هتلاقي المنتخب الأولمبي وخلي بالحضراتكم إحنا عندنا في 2003 أو منتخب الناشئين أو منتخب الشباب فشل ذريع وبالتالي الكل ينتظر ماذا سيفعل المنتخب الأولمبي حتى الآن الأمور جيدة تحت إشراف أحد نجوم كرة القدم المصرية النجم الكبير كابتن محمد بركات المشرف على هذا المنتخب ودائما ما يكون متواجد هو موجود معهم في المغرب وبيقعد كل يوم مع الشباب هناك مع اللعبة وبيقول لهم عصارة خبرته علشان يقدر يقدروا يستفيدوا منه الحقيقة في ظل هذه الظروف خصوصا بعد المباراة الأولانية أعلن الاتحاد الأفريقي أيضا أن الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلى تشكيل المثالي لدور المجموعات أربع لعبين من مصر الحقيقة حمزة علاء وحمزة علاء طبعا بالمناسبة ما نيجي نتكلم عن حراسة المرمى في النادي الأهلي ومصر مش عايز حضراتكم تقلقوا من حاجة لأنه في إشاعات كتيرة جدا جدا اليومين دول ولكن حمزة علاء مصطفى شوبير كل اللي موجودين علي لطفي طبعا كلهم الحقيقة حراس على أعلى أعلى مستوى وشوبير بيت وحضراتكم شفته مصطفى مصطفى شوبير حضراتكم شفته واحد لعب مباراة القياد في الدور النهائي لدورة أبطال إفريقيا وكان الضغط فيها أكتر بكتير جدا وقدم مباراة جيدة خصوصا أن أنت يبقى عندك بقى واحد زي محمد الشناوي ده الشناوي ده أصله زي ما دايما أنا بقول إن الشناوي ده واحد من حراس المار ما غير أنه هو كابتن الفريق غير أنه هو كذا وكذا 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 فبالتالي عبد المجيد إبراهيم عادل وأسامة فيصل هذا الرباعي كان متواجد في التشكيل المثالي لدور المجموعات من خلال الاتحاد الأفريقي نعم طيب كنا نحاول نحاول نجيب لحضراتكم تليفون من المغرب ولكن عشان نتطمن على المنتخب الأوليمبي ولكن الحقيقة حتى الآن ما قدرناش إن إحنا نجيب التليفون إن شاء الله لو قدرنا نجيب كابتن محمود حرب مدير المنتخب أو مدير الإداري للمنتخب بيقول لنا إيه الأخبار والدنيا عاملة إيه وبكرة المبارا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الأوليمبي في مباراته غدا عموما خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنستقبل فقرتنا الأولى النجمة الكبير كابتن أحمد فوزي في ضيافة البيت الكبير وحرتكلم معاه في أمور فنية كثيرة جدا بعد الفاصل كابتن أحمد فوزي في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خذوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن أحمد فوزي زكا بحمد حبيب أسؤل زكا حبيبي أغبارك الله يعزك أنا خليك حبيبي زكا الفل حبيبي الحمد لله دايما بيبقى لك رؤية مختلفة في حتى الفنيات الخاصة بكل مباراة أولا لأننا عايز أدخل في الموضوع على طول مباراة الأهلي وفيوتشر هقولك موضوع جيم كويس بس تعادل إيه المشكلة بالتسعات كتير بتعمل موشات وحشة وبتكسب صح؟ صح إنت اللقتي في مرحلة الدوري بتجمع نقاط أفضلك تسع نقاط أو تامن نقاط تقريبا وتاخد الدوري صح؟ صح إذا بنت عايز تجمع نقاط ممكن تبوحش وتكسب مع ضغط المباراة كل تلات يام مباراة مع فترة من الضغوط الكبيرة جدا اللعيبة بتلعب من شهر تسعة بطريقة متواصلة أنا مش بدافع عن اللعيبة لكن أنا لازم ما استعرف إن فيه ضغوطات مش هتلعب كل الموتش إنت بتكسب تتم موتشات ربعة إيه؟ يعني ما تتعدل مع تالت الدوري مع احترامي طبعا فيوتشر تالت الدوري بعدش يا أحمد عشان معنا بس مكالمة من المغرب خلينا نروح للمغرب نتطمن على المنتخب الأوليمبي والمدير الإداري للمنتخبنا الأوليمبي كابتن محمود حرب يا أبو كابتن ألف مبروك وإن شاء الله بكرة كمان نكلمك ونبريك لك على إن شاء الله إن شاء الله يكون التآهل مع أن غنية أو منتخب غنية فريق جيد جدا يا رب يا رب بدعواتك دعوات إن شاء الله المصري كل يا رب إن شاء الله أولا تحيات الكابتن أحمد فوزي لحضرتك وإن شاء الله يبقى كل التوفيق في مباراة بكرة مباراة صعبة الحقيقة أقدمها أو أخضها منتخبنا الأوليمبي خلال الأسبوع اللي فات ولكن في النهاية قدرنا نتصدر لمجموعة وقدرنا نصعد كأول في هذه المجموعة وحنلاقي المنتخب غنية شايف اللي بيحصل مع منتخبنا الأوليمبي إزاي وهل هناك مساندة إعلامية جيدة في هذا الأمر من وجهة نظرك يعني بوز الحمد لله طبعا يعني بدأنا مشوار بمارش النايجر كان بتعادل مخيبلي نحن نفسنا يعني لا بس بقولك يا كابتب محمود المطش ده تحديدا المطش ده تحديدا في حاجة يعني لا يعني يعني تكسب خمستاشر جمايكا كان شغال معاكم لا كان شغالت الضغر ما بقولك فجينا بخمس كورك العرضة فرص بالضيع كتير عاملين حسابنا نحن نكسب أول مطش ده لأن حضرتك عارب أول ثلاثة بونت بأي بطولة مجمعة بيفريو معاك جدا يعني كانت صدمة لنا كلنا اللعائبة كاننا خسرانين والديادة كمان حتى كان الراجل وكابتن بركات قال لهم يا جماعة احنا مخسرناش البطولة بي ايه ده مطش ويامل بطولات مجمعة بيحصل كده في أول مطش والدنيا بتمشي بس بصراحة اللعائبة فضلت مركزة واشتغلوا معشي مالي عملوا معشي قويات جدا جنا معشي جابون برضو اشتغلنا جوانا تأخرت عينها مشوائية لكن حمد لله ربنا كرمنا وتصدرنا المجموعة وضلنا هنا في تانسيا لأن كل وطناك تاني مجموعة نتارك كل الرباط كتابية فكتنا فحمد لله كرمنا وفضلنا ازاي مجيقولوا كده عندك الحمد لله اربع العين منتخب مخصص القاوم اللي هو اعلنك في النهاردة كيلة المثالي للمجموعة عندك محمد ابراهيم عادل احسن الله احسن الله فكل حاجات دي حمد لله تقلينا وانتخبنا كوي الناس محترقين الفرقة كلها عامل حمدنا كل حاجات كويسة فأهلا شبكنا ان شاء الله ان احنا نخشه بأداء رجولي بطورة ربنا يكرمنا وانشاء الله المنتخب الغيني منتخب جيد على ما اريت انا ما شفتوش الحياة ولكن على ما اريت ان هو منتخب جيد بيملك عدد جيد من اللاعبين اللي يقدروا يكسبوا ويقدروا يعملوا مباريات جيدة وبالتالي شايفين المباراة بكرة ازاي بص من الحاجات برضو عشان الناس برضو تتفاعل من نهارده احنا لان منتخبنا ده اللي فات كان اول معسكر مع مستر ميكالي اي 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 المنتخبات الثانية انت عندك فيه منتخب المغرب بستة وعشرين لها محترقات طايمة كلها محترقات وصب يقطع بس يا كابتن محمود ممكن بعد اذنك مينة او شمال شوية عشان الناس تسمع بس نعم اي لا مش ارجع للاول بقى عشان كده اقطع خالص لا لا عايزين بس الجمهور يسمع كلام حضرتك اه اتفضل يا كابتن محمود البتخب اشتغلنا مع الولاد على الفقر القادر على المشاوط ودية وعلى قد ما نقدر والمهم وصلنا هنا بتلاقي المعترفين فيها في قوائم بخبات كامل محترفة اي لعبة قوة قوة ثمانية قوية جدا اه في فروق كبير لكن برضو اه نرجع ونقول اللعب المصري بي مميز رغم انه انتما بيلعبش ببرئته بانتظام في منهم انتما تلعب بخالص لكن ده بيجاعد مع مستر مكان هو بيحفظهم اللي عايز يعمله وبيتطبق في الملعب وده اللي يقول لكم اغلب الناس تتكلم فيه ان الفرق فيها شغل بيحفظ في حاجة تحصل فده بنحاول نحوض بيه بعض الفروق عن الفرق الثانية لكن اللعب عندنا رجالة وهم هدين هذا سويد ضغم الفروق اللي مع الفرق الثانية وان شاء الله ربنا يكتمنا ونقدر انتظرنا في فوسبوك يعني الهدف الاول تحقق بنسبة 50% لم يتحقق كاملا وهو الصعود لأولمبياد باريس ولكن اول وثاني وثالث هيسعدوا مباشرة الرابع حيلعب مع اعتقد من المتخب آسيا مش كده منتخب من آسيا بيصافي بيصافي مع آسيا فبالتالي 50% فقط ان شاء الله ربنا كرامنا بكرة حيبقى 100% من الهدف الاول حصل وهو الوصول مباشرة الى باريس ثم الهدف التاني ان شاء الله الفوز بهذه البطولة في ظل زي ما حالك قلت يعني الاقرب طبعا للوصول للمباراة النهائية هو منتخب المغرب اللي بيملك الحقيقة عدد كبير جدا او كلهم كلهم مختلفين اه 25 او 26 مختلفين يعني 26 كلهم 26 كلهم صح محترفين اه اه طيب اخر الكلمات اللي قالها ميكالي لكابتن بركات بقية الجهاز الفني لللاعبين بص احنا جايين هنا عشان البطولة احنا جايين نفض البطولة صراحة احنا حملين اللقظ واول ما جينا هنا تعايدنا ان احنا ان شاء الله نفض البطولة بحلوها بقى بمرهب اللي هيحصل لنا اه لكن ان شاء الله نشتغل ان احنا نفض البطولة ده كان هدفنا اوكي انا وحتى قلتنوا يا جماعة هنحاجز التذكر لأه اشتاجه قبل 9 سمع اه كابتن محمود اخيرا من زيارة فيتوريا النهاردة ووجوده اعتقد فيه التمرين جاي الجي تمرين اعتقد حافز جيد لللاعبين طبعا مكالمة الوزير بردو اه بقول لحضرتك مرئة جدا مهمة جدا ان اللاعبة منتخب مصر الوليمبي بيتمرن ويتبرج عليهم منتخب ثاني منتخب الأول دولة مستقبل الكورينا المصرية منتخب الوليمبي ده النوال اللي هيطلع منها ان شاء الله بعد البضوات دي ممكن تلاقي خمس ستة أسماء منهم في المنتخب الأول دفع معنوية جمزة جدا وان شاء الله طبعا هو هيحضر مباراة بوكتور بردو تجيب من لها مفعول ان شاء الله على العيبة وان ربنا يكرمنا بكتور ان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله نكلم حراك نهنيك على ان شاء الله الوصول للمباراة النهائية شكرا جزيلا كابتن محمود حرب مدير إداري منتخبنا الأولمبي مهم جدا ان احنا كنا نصل لتضوء على هذا الأمر لان الرحال منتخب الأولمبي زي ما كابتن محمود قال واحد من يعني دايما المفروض المتخب الأولمبي ده بيبقى رقم اثنين خصوصا بعد خسارات كثيرة جدا سواء مع منتخب الناشئين او الشباب اكيد المنتخب الأولمبي هو المطاعم الرئيسي للمنتخب الأول صحيح بعد المنتخب ده فيه أربع خمس لعيبة هذا تواجده في المنتخب الأول منهم اعتقد فيه اثنين تلاتة كانوا متواجدين فعلا ابراهيم عادل واحد منهم اعتقد حسامة ابن دلمجيد راح فترة احمد عيد برضو لا معتقدش انه راح متخب كبير ولكنه برضو موجود في الصورة محمد طريق برضو موجود في الصورة الولد اللعيبي جامد جدا بتاع الجيش اللي في نص الملعب محمد شحاتة لعيب جامد جدا محمد شحاتة راح محمود صلاح اللي جاب الجنل الأولاني أول إمبارح لعيب كويس جدا بتاع الجيش برضو فأعتقد لا شوية لعيبة كويسة أسامة فصل راح المنتخب ولعب مع المنتخب الكبير في بطولة العربية فأعتقد لا هم لعيبة كويسة مشكلتنا في مصر ان احنا ما بنحضرش أعتقد مستر كيروش يتكلم عن النقطة دي مستر فيتوري يتكلم عن النقطة دي ان ازاي المنتخب كبير ما يبقاش فيه خمس ست لعيبة أو أربع لعيبة من تسعتاشر سنة لتلاتة وعشرين سنة ودي مشكلة كبيرة عندنا على الدوام لأن احنا بنعتبر لعيبة حتى تلاتة وعشرين سنة هم مناشئين وده الكلام ده مش موجود في أي حتة في العالم غير عندنا فأعتقد الحمد لله نطمن عليهم وإن شاء الله بكرا نبارك لهم يا رب إن شاء الله كابتن فاوزي هاخد بردك مرة تانية هاخد حضرتك عن مباراة الأهلي وفيوتشر تمام لأنه هناك البعض حاول إن هو ياخد جمهور الناد الأهلي يعني لأول كنت حبيت إن أنا عرف رأيك فطب كويس يعني لأنه أنا الحقيقة عدد كبير من الأهلوية اللي بيفهموا في كرة القدم وبيكلموني إن إحنا عملنا مباراة جيدة جدا تمام بص إحنا عملنا مباراة كويسة جدا لو أحرزنا هذا في شرط الأولاني كرة تاو المباراة تتفتح أنت طول ما بتلعب أي فرة قدامك بدري بدري كل الفرة اللي انتكسبتها ثلاثة بتجيب جون في شرط الأولاني وهم يبتدوا يبدلوك الهجمات فبتعرف بتعرف تكسبها صح حشيب كابتن علي مير كان بيلعب دفاع كومباكت في تلت ملعب لو بصيت كان بيلعب في 20 متر بالزبط 25 متر وقافل على فرقيته حتى لما احنا كنا بنوصل لنص الملعب كان أحمد عاطف بينزل تحت الدايرة والخط كله على خط التمنتاشر فانت بتلعب في وسط تدفع كومباكت مقفول ومع ذلك عرفت تخترق مرة واثنين وثلاثة ولكن قصة بقى فيه عدم التوفيق ده رقم واحد رقم اثنين انت باش تكسب كل ماتشات لازم يبقى عندك اه احنا النادي الاهلي وكل ماتشاتنا لازم نكسبها بس هيجي لك تعثرات لما يجي لك التعثر مش 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 تتكلم بالسلب خلينا نكون واضحين يا اسلام اه 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 احنا ما كسبنا فيه ما كسبنا في التلاتة دفندر اه والطرفين علي معلول ومحمد هال لو دول الخامسة دول وقفين كويس على رجلهم بنكسب اي حد صحيح صح انبارح كان فيه مشكلة كبيرة في نص الملعب بسببها غياب حمد فتحي ده من وجه نظري عمر السلاة وحمد فتحي غيابهم كان مؤثر جدا نهيك ان القندوسي برضو لسه بياخد لسه بياخد على تاج ياخد شوية اه بالضبط ففيه فراغ في الحتة دي ما كناش بنوصل كتير لما حسين الشحاب بيخش هو وتاو ما فيش حد بيكمل وراه علي معلول ومحمد هال ما كانوش في قمة مستوى مبارحة وخلي بالك احنا اللي بيوصلنا كتير هم الطرفين دول مع وجود السلاسة اللي دايما ديانجي كان في وجود مثلا الحمد والسلاية ومروان كان بيعمل ديانجي بياخد الخط ناحية اليمين مكان تاو لما بيخش الجوة والعكس صحيح كان كتير جدا بتلاقي عمر السلاة صح مظبوط ولكن خلي بكواس انت لان عايزين اتكلم فنين شوية لانه مهم جدا ان الجمهور يسمع هذا الكلام تمام بس انت برضو في الاخر بتلعب مع فريق كومباكت فده مقلل عليك المساحات ده اولا ثانيا انت بتلعبش برضو فريق لا انت بتلعب فريق التالت عن دور مصري نعم تالت دوري اه وبتلعب واحد من الفرق القوية وبالتالي طبعا هتلاقي كلام انت بتقوله ده طبعا بيفتح وكل حاجة ولكن في الاخر الباكليفت اللي بيلعب قدام هاني ما هو عارف يقفل كويس باكريت اللي بيلعب قدام معلول ما هو عارف ان هو بيقفل كويس وبعدين تعرف قدرى مني في الماتشات اللي زي دي الماتشات اللعب اهلي تاخد لك خطوتين ثلاثة انت كباكريت اولي فتراح دماغك عشان ما حد شي يجي من عراك فتبقى الامور اصعب كتير للباكات بتوعناد الاهلي خصوصا في ظل الوعي التكتيكي اللي علي مهر عامله مع اللاعبين انا معك في دي تماما وكابتن علي مهر اشتغل كويس جدا في الحتة دي كان دايما لما تاو بيخش لجوة طريطها بيسيبه صح الطبيعي ان طريطها يخش مع تاو لجوة عشان يسيب مساحة لهاني يروح فيها ما كانش بينزل محمد ابراهيم كان ما كانش بينزل كان بيودي الدفندر يروح يكمل مع محمد هاني فهو قفل علينا الناحية التانية حسين الشحات لما ياخد الكورة ويخش لجوة عمر كمال على واحد في الاول كان بيخش معاه لما علي محلول طلع مرتين رح وقف وقف لعلي فعلا عشان كده علي مبارح ما عملش كرسين على بعض ودي مشكلة كبيرة جدا لازم احنا نتجنبها احنا عندنا الاختراق من العمق وليل اوكي ده ده اساسي انا شايف بس دي مش طريقة لعب مش دي طريقة لعب نادل اهلي وعلى متى مش دي طريقة لعب نادل اهلي الاستحواز مع التحركات الكتير ما بين الخطوط بتخلخل اي فريق امبارح كان فيه برضو زي ما احنا معرفناش نوصل او وصلنا او ما اجبناش كان فيه تفوق من هادي فيوتشر في الناحة الدفاعية وخلي بالك واحد زي باسم علي امبارح من نجوم المبارح اي بصراحة مش هو باع كان بلعب سرد باك احتي الميء بس من احسن يمكن احسن لعيب كان موجود امبارح في فيوتشر ده ولا بس هنا انا هقولك كأهلاوي بقى احنا امبارح روحنا للجون وضيعنا اكتر ما روحنا مثلا في مبارات البنك الاهلي اللي كسبنا فيه 3-0 يعني البنك الاهلي روحنا 3 مرات جبنا 3 جواه لكن امبارح انا روحنا لو جبنا الاهداف اللي كان ممكن الاهداف الحقيقية وليست الاهداف الحقيقية اعتقد 3 او 4 اربعة ماشي فانت بالتالي لا انت روحت اكتر طيب المتابع لكورة قطر والمكسيك مبارح قطر قطر وصلت باربع كور اربع كور في 90 دقيقة هم مكرتين انا مش فاكر انا متركت عمدش كله باش يعني شواء اللي انا شفتهم الاجمالي اربع كور جابوا جوه ايوة بالظبط المكسيك 26 كورة ما جابتش جوه ومنهم 3 جوه جوه ما جابتش جوه طب ده ايه يعني انا شايف ان الكورة ما بتحسبش كده ايو لا انا انا برد عليك بقى وانا برضو بحسبها لك بطريقة الكورة بتحسبش كده الكورة بتتحسب بالنجاعة او ان انت ايه لما توصل لو بالنجاعة تسجل اوكي ماشي اه فيه ايه بقى الـ الاهداف المتوقعة ممكن يكون من الستة وعشرين انت الطبيعي المتوقع بتاعك ستة او سبعة تمام بس مش يومك اه تحسب دي كورة دي كورة دي كورة وساعات بتكسب اربعة وخمسة وستة وانت ايه وحش وحش ليه خلاص ايه الكورة كده عايزة تخش دي احكام دي احكام الكورة اه احنا مش هنتكلم دي احكام الكورة مفهاش اي مشكلة اه فانا شايف لأ يعني لازم نهدى شوية احنا بنلاعب فرقة كبيرة بنلاعب فرقة فيوتشر عادي جدا اه يا جماعة احنا كجمهور النادي الاهلي احنا لازم نزو انه اللي احنا نسه بخلداش البطولة عشان كلا ما ينفعش ان احنا تقام حاجة اه ان احنا نهمد اللعيب اولا احنا لسه بدل القورة زي دي لو جات سهلة جدا انفراد سهلة جدا انا صح دي متوقع دي مية في المية لكن انا اللي قابلها دايماً تاو بيجيبها جوان الشوطة الشوطة اللي شاطع عكس اعمال عمرتين والاتنين والاتنين زي بعض بالزبط في نفس الحتة في نفس الحتة وقدي كده يعني دي راحوا صح جوان وفي غيرها ده في واحدة تاو مشي من عرفة يعني انا شخصياً اعتبر الاتنين دول بواحد بواحد اه ده نص جوان ونص جوان معنوم يعني يعني في واحدة تانية كمان ده تاو من ناحية المين اه يعملها يعملها التحت بس القندوسي اه على التمنطق اللي هو رأس فيها الرجل اللي شالها موفقية كده ورح معدي وحب يشلطها في الداياء دي لو حطها لخندوسي تحت ولا كرابة ناحية تانية اجواء بص في الاول وفي الاها دي واحدة مثلاً ممكن تيجي صح لو جون تاني غير جنش ولو جون تاني غير جنش ممكن ينزل لتحت بدري صح وهي تعدي موفقية فانت برضو فيه هو فيه توفيه وفيه عدم توفيه يعني دي حاجات اه يعني اه جون تاني ممكن ينزل تحت وجون ممكن مطلعش قبله كده فتعدي من جنبه صح فانت برضو احنا مش احنا مش باللعب نفسينا انما فرقة زي فيوتش فرقة محترمة كابتن علي ماهر كان بيدافع بطريقة مميزة جداً 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 وراح لجون وراح لجون بيضيلي انه هجمك مرة واثنين بس يعني ايه كنا نتمنى ان احنا نخلي نخلي بارك الجمهورنا اللي اهلي تمام مطشط مكسب راجع من مكسب بطولة افريقية الحاجات دي كلها مش مدي اه دي واحدة زي دي مثلا لو عادها ميت مرة مش هتيجي في العرضة تاني لو تقع عملها ميت مرة مش هتيجي في العرضة تاني صح بس خلاص مش حاملة كده ازاي ايا خلاص الكرة مش عايزة تيجي الكرة مش عايزة تيجي فشي طبيعي خالص ان الكلام ده يحصل ان الكرة تضيع مرة واثنين وثلاثة انما نتمنى في القادم ان شاء الله ان المبارات وممكن يا أخي يكون فرح لنا ان احنا نفرح بالدورة في ماتش الزمالك يمكن يكون خير ان شاء الله يبقى طعم حانش عارف انه ماتش دا ولا قبله ولا بعض يعني مش عارف بس انا في الظروف الطبيعية ان شاء الله نفرح بالدورة في ماتش الزمالك الطيب الجهاز الفني كيف يستفيد بهذا التعادل يستفيد استفادة استفادة اول استفادة ان الوتشن لازم يبقى اكتر شوية دي أول استفادة من وجهة نظر لأن اللعيبة جاءت في ديها 78 أو 78 أنا حاسس أن فيه كياس رملة عند بعض اللعيبة ودي مش عيب دي شيء طبيعي لما بتاع بكل تات يوم مباراة عادي جدا أن أنت يبقى عندك فترة من اللعيبة بتبقى رجليها تقيلة منهم حتى كهرباء مع أنهم ملعبش كتير ولكن توالي المباراة في فترة قليلة لا كهرباء لازم يريح دي وجهة نظر حتى علم علول لازم يريح ماتش أو اثنين من المتشاط اللي جاية عشان يقدر يكمل مروان عطية اللي هو المفترض الرئة التالتة للنادي الأهلي في الملعب أعتقد أن مروان عطية لازم يريح لازم مروان عطية يريح لأنه مش يقدر يلعب كل تلاتة ديان ماتش بنفس الريت الروتيشان لازم يزيد الحاجة الأهم من ده كله طريقة أربعة تلاتة تلاتة ممكن تكون مميزة في أفريقيا ممكن تكون مميزة مع فرق جامدة زي فيوتشان مصف إنما في بعض الأحيان في بعض الأحيان بس خلبي لك أنت المباراة اللي جاية كلها إسماعيلي تحاد زمالك كلها بمباراة قوية بمباراة جامدة بس في بعض الأوقات تحتاج أربعة تلاتة واحد كتير زي ما عمل أفشا بس خلبي لك هو عمل كده ده عمل إيه أربعة واحد أربعة واحد بس لأ هو يعني ممكن أن أقرب كان منزل أفشا جامد يعني يعني في وقت من الأوقات أنا ممكن أبتدي أربعة اتنين تلاتة واحد يعني مش على طول أبتدي تربعة تلاتة تلاتة واحد ودهت في أول عب على مرتين لأننا لو خلي بالك مع أي فرقة من فرقة دوري أنا لو جبت جون بدري خلاص بركة بالمورة صحيح تمام صعب أن فرقة الحمد لله الحمد لله احنا ماشيين بمعدل كويس جدا في الحراسة ماشاء الله تاسع ماتش على التوالي ما يخشش فينا أهداف حاجة جميلة كلين شيت لمحمد شنوي الكام عد حدث ولا حرج فأعتقد أننا نجيب جون بدري عشان كده ممكن نبتدي في بعض لوقات أربعة اتنين تلاتة واحد زي ما أنا بقولك إن شاء الله الدنيا تبقى أسهل لنا بكتير هنحتاج أربعة تلاتة تلاتة في ماتش الزمالي هنحتاج في برامز أربعة تلاتة تلاتة إن شاء الله يعني إنما ماتش زي الإسماعيل والتحاد عن نورة نظر يعني ممكن تكتل هنتكلم عن هذه المباراة لكن برضو عايز أعرف رأيك برضو يا أحمد فيه تصريحات الكولر اللي بعد المباراة مثلا أولا الخاص بإضاءة الوقت هو شايف أن كل الفرق بتعمل كده ده أولا ثانيا برضو الزهن اللعيبة مش صافي طيب رقم واحد دي ممكن أنا كنت أستاذ فيها ده أنت يعني كنت من الناس اللي بعرف أهدي المباراة وده عيب عندنا في كل مصرحة بس أنا لما لقى فرقة نلعب مع فرقة قدام مثلا الأهل مثلا نعم بلعب ضد الأهل ما أنا مش هلعب الأهل لتسعين ديئة ما أنا لعبت الأهل لتسعين ديئة هاخد خمسة وغيرت تسعين هاخد الشوال بتاعي الشوال اللي جوان وراه واطلع مش بيه فيعني لا لو عرفت ألعبه ماربعين خمسة واربعين ديئة خمسة وستين ديئة يعني ده يبقى حلو هنا بقى التعديلات الجديدة اللي حصلت بتاعت الاتحاد الدولي إن السيستم يوقف إن الوقت ضايع حتى في الأهداف وزي كرة السلة بالزبط أعتقد دي هتخلي الكرة اتسرع كريمان هتتعامل في الدولة الإيطالي والهولندي والفرنسي والهولندي أيوة والإيطالي معه كل التعديلات الجديدة إيطالي وسويدي وفرنسي وسويسري ها الأربعة دول هيتم تطبيقهم وشوفوا كيفية التطبيق هينجحوا أو مش هينجحوا هينجحوا أو مش هينجحوا فلو نجحوا أعتقد هتبتلت لا بس هينجحوا ليه ده ياريت مهم ده موضوع نحن دايما من زمان بنطالب بالأمر ده نحن كمام ما هو عشان كده الكرة غزبن عن العالم كله هتسرع أهم كل شوية بيسرعوه كل شوية بيسرعوه يعني أنت دلاتي أنا لعيب بنيو يعني طالما الرجلي عند رجلي المدافع التاني مش لازم تحسبه في صاعد ما تخلينا ألعب لكن لو جسمي كله لا لو جسمي كلك ماشي باين أو ما تقفش تبقى قاعد الدكان ومستهد لازم أبقى على الأل حلو لو في منافسة اسماي لو في منافسة لأ أنا وإنت مع بعض لا خلاص تمشي أو حتى لو أنا سابق بدراع بكتف إنما لو أنا فرق عنك يرضى أو حطت رجلي عندك في الآخر ونعب بقى نشوف هسلي دي سنتي من فوق وصنطي وما حطوش النقط صح ونقط معوجة مش عارف أي والكلام دا كله أنا معك فديق التعديلات دي إن شاء الله تؤتي بثمارها في موضوع الوقت وعنده حق يعني مش هو بس اللي اعترض على كده مدربين كتير اعترضوا على الكلام ده قبل كده إنما هي آفة هي آفة للكرة المصرية وأعتقد إن مع التعديلات دي كده كده الآفة دي هتختفي لأنه مش هيبقوا بمزاج العيبة والحراس وخلي بالك الآفة دي برضو إحنا أخدناها من دول شمال آه شمال أفريقيا ما حنا بالدول شمال يعني شمال غرب أفريقيا خلينا نقول شمال غرب أفريقيا عشان يبقى أكثر يعني تحديدا يعني إنت أنت بتلعب الوداد إنت في السبعين ديئا اللي قبل ما تجي فيهم جونو اللي قبل التمانية وسبعين ديئا هم ما تملتش ستين ديئا وخمسة وخمسين ديئا من كتر ما هم من بعد وطلعوا طريقة لعب الحقيقة أنا بشوفها ما نتنافس في الملعب ونشوف اللي حيحصل إيه ما نقول لك لما تلعب النابل لا أمرها لا الأهلوية مش حتى لو أنت كسبها تلعب عايز ألعب عايز ألعب أخذ الكورة وعايز ألعب أخذ الكورة دي حقيقة حسن كده بقول لك إن إحنا مش متعودين قوي على عايز أقول لك حاك مع الاحترام في اللفظ يعني الناس لما شنوه يخذ الإنزار في مغارات القرن قال لك إيه الكلاحة دي أول مرة حد يضيع وقت أول مرة حد يأخذوا إنزار في وقت حقيقة حقيقة الكلام ده حقيقة عب منعن في مواتش في مواتش الأخير بتاع الوداد إحنا الأول مرة نحس إن إحنا بقينا عندنا نوع من أنواع الكلاحة الكوروية ودي مش كلمة وحشة على فكرة دي مش كلمة وحشة عشان الناس دي برس بتفهمش إن دي مش تناح التناح آه يعني مش فرق كتير بس اللي هو إيه إن إنت تقدر تاخد من وقت اللي قدامك وتستفزه أكتر فيخرج بره شعوره لإن الضغط بيزيد عليه أوكي فالحاجات دي في بعض الأوقات بتبقى مهمة جدا والعكس صحيح إمتى يبقى عندنا بقى الثقة والقدرة على إن اللي قدامي مهما يعمل أنا كذبان كذبان أوكي فدي برضو من شخصيات النادي الأهلي أعتقد متوفرة بضريقة كويسة في العيد النادي الأهلي في الجيل ده هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع نشوف آخر ساعة النادي الأهلي لمباراة الإسماعيلي ونرجع بقى نتكلم عن هذه المباراة الهمة جدا الحقيقة دايما مباريات الأهلي والإسماعيلي يا دكتور بتبقى مباريات صعبة جدا ومهما كانت ظروف الأهلي أو مهما كانت ظروف الإسماعيلي مباراة دربي صعبة نفسيا على الفريتين ودائما فيه شحن جماهيري من الناحيتين وده شيء طبيعي وشيء محبب في الكرة أعتقد يمكن في الفترة الأخيرة ظروف نادي الإسماعيلي مش ولابد عنده ثلاث مباراة منهم مباراة الأهلي ولازم على الأقل يأخذ أربع نقاط عشان يضمن البقاء عنده الدخلية والأهلي والدخلية والانتحاد أو اتحاد بس الاتحاد آخر ماتش بره آخر ماتش فهو عايز يضمن أعتقد أن مكسابه للدخلية يأكد بقاءه ماتش الأهلي بالنسبة له برضو يعتبر ماتش حياة أو موت يعني مش عايزين يقول حياة أو موت ماتش بقاءه في الدوري صعب آه ماتش صعب الأهلي عايز يخلص على الدوري بدري بدري ويفوز بالمباراة ويبقى قدامه لسه خمس نقاط أو أربعة على حسب ما بيران زهامي ليه ولكن بيقرب بخطوات كبيرة أعتقد المباراة صعبة جدا على ملعب محايد آه ملعب كبير ملعب حلو خليد بقى يخدم النادي الأهلي أكتر من النادي الإسماعيلي الإسماعيلي عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في الناحة الدفاعية خاصة في الاطراف عنده صعبة جدا دسوئي ومحمد دسوئي ناحة الشمال ومهم عشان ما ننسيت أحد اللاعبين الاتنين ممكن ما يهجموش كويس بس وقفين جوه أي حد بياخدهم يخش الجوه هيخشوا معاه هيعملوا ضربات جزاء أنا عارفهم كويس لعبت مع الاتنين على فكرة واحد لعبت معاه في الدخلية وواحد لعبت معاه في الترسانة الاتنين عارفهم كويس وعارف إمكانياتهم عندهم مشكلة كبيرة جدا في نص ملعبهم النادر إسماعيل لو ضغطت عليه بدري بدري إن شاء الله تقدر تسجل فيه ولكن أعتقد أنه في المباراة الأهلي بيبقى عندهم حافز كبير إنما زي ما بقولك الدول الأولاني مراحوش عجوه بس إحنا جبنا جنب طبع الروح كريم فؤاد أعتقد كريم راحوا تزحلة وعملها تحت الشادي وشادي حطها فأعتقد المباراة صعبة جدا على الفريتين إن شاء الله الأهلي زي ما قلت لك يجيب جنب بدري ويبتدي يحسم الأمور بدري الإسماعيل هيتعصف في الملعب أكتر وتبقى صعب الرجوع عليه إن شاء الله ولكن تظل مثل هذه المباراة هي من المباراة الصعبة ممتعة مهما كانت والممتعة أهلا ما حاجة من أنها ممتعة إن شاء الله جميلة تستمتع بس إن شاء الله إن شاء الله المباراة بقى سهلة ليس كنت تتكلم عن الروتيشن تمام هل أنت معاً هو يغير عدد كبير من اللاعبين لا كبير لا هو الروتيشن في العموم أنت بتغير مثلاً في حدود أربعة لا أنت بتغير في حدود أربعة تلاتة هو أنت كل موتش بتعمل روتيشن مش بتعمل روتيشن في موتش واحد فأنا أغير تلاتة النهار دا الموتش جاي غير تلاتة بتبقى الحاجات دي محسوبة ومحسوبة بورقة وقلم هم عندهم من القدرات اللجانب بيقدروا يحسبوا الحاجات دي محليين الأداء بيحسبوا الحاجات دي كويس جداً فأعتقد دي الراجل بيعرف يعملها كويس أنت مع إيه؟ أنت يا أحمد لا أنا معروتيش اللعبة مش هتستحمل كل تلاتة يام موتش بعد فترة خلي بالك إحنا بنلعب من شهر اتنين بدون توقف النادي الأهلي من شهر اتنين لحد يومنا هذا من ساعة ما رجعنا للدوري من بعد بطول أوكي ولكن ده خلاص أنت يعني كان في أفريقيا اللوائح كان بتتيح لك أن أنت يبقى مؤجل لك المباراة اللي هي في النصوة بالتالي كنت بتلعب كل أسبوع لأن أنت الوحيد الفريق ماشي يعني ما حصلتش في ثلاث أسابيع بس غير كده كنا بنلعب يعني قبل ما نروح نلعب صندوز أنا أقول لك أن دلوقتي خلاص هتلعب خلاص خلاص فعشان كده من اللعبة مش هتستحمل في آخر موسم خلي بالك إحنا في آخر موسم وفي آخر موسم ده كمية الإصابات بتزيد خاصة إصابات العضلية فأنت لو ما حفزتش على لعبتك دلوقتي هتخسارها في الفترة المقبلة عشان كده أنا شايف أن أنا مع الروتيشن ومع الروتيشن المهم في منطقة نص الملعب بالذات هو عندما بدأ الروتيشن ده في الأول خلاص لو تفتكر من خمس ست شهور كان هناك بعض المحللين من وجهة نظرهم أنه هو ما ينفعش يعمل الروتيشن أنه لازم يوقف أو يثبت الحداشر اللي بيلعبه أعتقد أنه هو كان عامله من 3-4 شهور هو صح هو اللي فرق معادي الوقت لا هو اللي فرق معاك التام ممكن تبقى فيه لعيبة اللي بيلعبه أكتر شوية أو أكتر كتير تلاقيهم رجلهم تقيل مش قدري لكن بقيت اللعيبة معظم اللعيبة لا وقفين على رجلهم أنا أفكرك زي السنة دي السنة اللي فاتت في نفس التوقيت تقريبا كان مستر موسيماني لسه موجود أو كان تفاضله حبه أو يمشي اللعيبة ما كانت شايلة كياس رمل في رجلها مش قدري جس وارش أعادهم كلهم في البيت بقرار كمان كان مجلس الإدار على ما أعتقد عشان الناس تريح دارت الكورة كانت خطير عشان الناس تريح وهو ده الفرق ده كان ظاهر مع اللعيبة إنما ليه كان ما كانش هو كان 12 لعيب 13 لعيب ما بيغيرش غيرهم والدنيا كانت بتسوق في النتائج صحية إنما دلوقتي لا أعتقد أن الرجل عامه من 3-4 شهور بيغطي ثماره دلوقتي بدليل إن اللعيبة قادرة تقف على رجلها وبتقدي كويس آه لازم تريح يعني أنا شايف من وجهة نظري إن أنا لما ألعب في 6 أيام 3 مباريات إيه المشكلة إن أنا 6 أيام؟ ما أنت 6 أيام فعلا إنت بتلعب مثلا إنت هتلعب إيه بوك الأربع حد أربع حد حد أربع حد حد أربع سبت كمان حد أربع سبت 6 أيام هتلعب 3 مباريات صح؟ طب يبقى إيه يبقى ثلاث مباريات في 6 أيام أوكي آه الفرق ثلاث يام بين المباريات والمباراة بس إحنا بنتكلم في إيه إن اللعيبة الثلاث مباراة دي أنا ممكن لعيب يوقع منهم مباراة مش يوقع يتعور يعني اللي هو إيه كل يريحوا شوي يريح يريح ما يبتديش به ينزله في الديات 70 هي دي وجهة نظري عشان كده أنا شايف عمل كده الموتش اللي فات عمل كده بس إمباريح ابتدى بالتشكيل الأساسي هو اللي هو بتاع لا يعني قندوسي فيش حد هو قندوسي بس مكان واحد من حمد فتح أو عمر السلاة مفيش حد تاني صح؟ إنما كله كان موجود لا كله كان موجود كله كان موجود دي تشكيل الأساسي بتاعه مع هذا قندوسي مكان حمد فتح في التشكيل بتاع حتى ماتش الوداد اللي هو اللي هو لعب به هنا وهناك فده ده يعني أعتقد بقى المباراة تاعت السماعيل دي أنا شايف إنه هيغير على الأقل تلاتة هيغير طرف من الإطراف هيغير واحد اثنين في نص الملعب دي وجهة نظري ممكن يغير يعني ممكن يدي ممكن محمد هاني يريح ويشتغل خالد خالد عفتاح دي ممكن أو ممكن دي أنا بقولك ممكن إنما هو عنده ثقة في اللعيبة اللي موجودة أو عنده ثقة في اللعيبة اللي بقى أنا كنت في التمارين يوم الجمعة الرجل بيتعامل مع الناس يوم الجمعة وكانش فيه لعيبة أساسية كانوا كلهم يا دوبك جريوا لتلتة ساعة لك اللعبين الخميس فقط لتلتة ساعة وبيطلعوا يتدلقوا الرجل ما بيسبش حاجة غير لما بيروحوا رعا حتى الحراس بيروح يتفرع تامين الحراس الناس بتعمل تأسيمة هنا الرجل بيشتغل شغل عجون قاعد معهم وبيشتغل معهم والناس كلها بتحديل وعلى رغم منه هم مش بجموعة للتلعب كتير ولكنه مهتم بيهم لأقصى درجة بعد ما خلص ده اللي بيخلي الأساسي زي وزي اللي احتياطي ورجل اللي احتياطي في الملعب نقطة مهمة جدا أن الرجل اللي احتياطي تبقى موجودة في الملعب بحيث أنه في أي وقت لما ينزل يبقى واقف وبيقدي نفس اللي بيعمله الأساسي بالزبط أعتقد لا تحية طبعا لمستر كولر وبالمناسبة أحب حي مستر ميشيل يانكون الرجل بيشتغل مع يعني ما كانش الشناه موجود وبيشتغل مع التلاتة التانيين أحسب ما بيشتغل في وجود الشناه بصراحة الأمانة الواحد يقول لي ولي عليه وأنا قلت له كده في وش وقلت له أنا بقدر جدا شغلك وبقدر أن التلاتة يلعبه التلاتة يبقى أحصل من بعض لما شو بيري يلعب ويشيلك مثلا في مواتش نهائي نهائي إيه نهائي إيه نهائي أفريقيا وبتلعب الوداد عندك في ملعبك والملعب مقفول وتحت ضغط وبتقول ولدي بقى وقف على رجليه وعنده ثبات انفعالي غير تروح هناك شو بيري يطلع وعلى اللي يخش بموجود والشناه اللي واقف فيعني دي برضو الحالة النفسية للعيبة ما حدش يحس بحاجة دي حاجة جميلة جدا جدا وأنا شايف كون أن أي حد موجود أي حد مش موجود كلنا في بوتاقة واحدة كلنا بنحب النادل أهلي وبنشتغل للنادل أهلي دي الحالة العامة اللي موجود عليها النادل أهلي وده النجاح ده اللي بيوصل أو ده الفارق الحين بنهل أي حد بصراحة يعني اتعجبك الطريقة اللي ماشي بيها ندل أهلي في حراسة المرض يعني جدا 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 ما أنا شايف إن ما شاء الله اتلامت تلاتة كويسين وبيلعبوا وشايلين ندل أهلي في أي وقت اتلام أي حد موجود بيسد الشناه موجود بيسد علي موجود بيسد أوفة موجود بيسد أعتقد يعني وحمز عليها خلي بالك لا ربنا يا كريم ربنا يرفعه كده ويحفظه ويكمل بطولة دي على خير خلي بالك ما شاء الله ما دخلش فيه ولا هدف لحد الوقتي وكان متقلق يمكن في مباراة مالي كان كويس جدا الماتش اللي فات شال واحدة مهمة جدا جدا ماتش مالي ماتش مالي شال واحدة في البعيدة ومالي شال واحدة صعبة جدا لها 2 في 1 دي نزلت على دماغ الراجل ورجع صدها تاني فهو ماشي بطريقة مميزة يعني إن شاء الله يبقى ابتداد للحراس النادي الأهلي المميزين وربنا يكرم الراجل اللي بتمرن ده كوته ده حاجة حلوة يعني ما حدش يعرفه كتير مصطفى مخلوف ده مش كوته سوري مصطفى مخلوف الولد ده جون كويس جدا ممكناته كويس طويل بس لسه شوية هاني 2003 إنما إنما ده لو لعب برا النادي الأهلي سنتين هيرجع النادي الأهلي وحش والله أتمنى إن إحنا نفكر نطلعه أعار طالما ما فيش حد من الحراس الكبيرة هتخرج ومتواجدين الثلاثة أعتقد لا يعني لازم مصطفى مخلوف ده بالذات يطلع أعارة يلعب فيها حتة تانية دي وجهة تانية ياخد ياخد مباراة تانية ويحط رجليف الملعب يعني الكلام ده مهم جدا للاستمرارية على المدى البعيد لا ما نشوف إلا هيحصل الإعارات حتبان خلال الأيام ربنا سهل لما نشوف أن نخلص من الدوري وبعد كما نفكر في مين اللي طالع ومين اللي طالع ومين اللي داخل تعارف دايما النظام في الناد الأهل بيبقى له شكل مختلف أخيرا المتخب الأولمبي ويعني لسه كان معنا كابتن حرب زيارة فيتوريا من وجهة نظرك إيجابية ولا سلبية يعني هل هتضع ضغط على اللعيبة أكيد أكيد هتحط ضغط ضغط سلبي أكيد ضغط سلبي إنما هتخلي اللعيبة يعني ضغط صلبي دلوقتي إنما في الملعب أعتقد أيوة أنا اللي همني الملعب في بالك أو يعني هم همهم الملعب مش هتبقى ضغط هتبقى كل مشكلة في كده هل اللعيب المصري عنده القدرة إنه يفصل برة من جهة ممكن يقولك أنا عايز أنزل أعمل كل حاجة يعني واحد زبريم عادل دا عمل كل حاجة في المتين وسبع في المتين وسبعين دي اللي فاته كان من أحسن الناس بصراحة يعني اللعيب الوحيد اللي حسسك بخطور أسامة فصل كان كويس أو في المئة وتمين الأوانين إنت المتش الفات ما كانش ما كانش وقف على الرجلية ولكن كان في المئة وتمين دي الأوانين بيأخذ الفير أو بيجري بيها صح تمام فهل هيستحمل إن مستر فيتوريا هو هو يفكر أنا كده كده عايز أوصل أولمبيات وفي نفس الوقت أروح المنتخب الكبير طب الرجل بيتفرج علي طب أنا هبقى كويس طب مش عافية هي على حسب بقى شخصية هي اللي هتحدد شخصية اللي يعد هي اللي هتحدد الضغوط هتبقى عليه سلبية ولا هتبقى الضغوط إيجابية وأعتقد يعني مع واحد زي كابتن بركات وميكالي أعتقد الضغوط إن شاء الله يا ربي تبقى الضغوط إيجابية أخيرا الأهلي والإسماعيلي المباراة دي من يكسب توقعاتك يعني إن شاء الله الأهلي يكسب ويكسب مستراح كمان اتنين تلاتة إن شاء الله دي وجهة نظر أنا بقول على حالة الفرقة هنا وحالة الفرقة هنا آه الإسماعيلي هيكافح وهيموت نفسه وهتبقى المباراة قوية جدا هل يكلمين برضو خلي بالك بلق آه ماشي أما فرقة كويسة بس والله ما عندهمش هدفين لو تشال من عندهم ياهو أنور ومحمد اسماعيلي والله العظيم لأنهم فعلاً اللي عمل الفرقة دي ظلم زلم ظلم فرقة الإسماعيلي فأنا شايف لأ النهل الأهلي أعلى فنياً بس برضو رجع التوفيق اللي إحنا كنا غاب عنه بس كنت حقول لك يعني أنت بالآخر يعني أنت ماتش فيوتشر ده يعني مهما تعمل ومهما تقول يعني لو حد شاف المباراة يقول لك الأهلي يكسب تلاتة اربعة هاي وصلا دي حقيقة خلاص لكن في الآخر أنت مكسبتش التوفيق مش بتاعي وبتاعي التوفيق ده بتاع ربنا بس أنا أتكلم كورة لما تحط الفرقة دي قدام الفرقة دي أعتقد المباراة تخلص تلاتة مسترعيح اتنين تلاتة مسترعيح أنا أشوف العكس تماماً أن المباراة مثل المباراة مثل الإسماعيلي ده تحد إسماعيلي الزمالك الاتحاد الفرقة الكبيرة دي اللي هي ليها أسماء كبيرة وخد الدور يبليك كده الاتحاد ما خدش أي كده يعني أنا أصد يعني الفرقة مهرية وكبيرة وليها أسماءها بتبقى في مباراة الآلي كير أكتر أو حريصين أكتر أنهم يعني لو اتغلبوا لو اتغلبوا يتغلبوا نص صفر وجهة نظري فبيبقى الكورة طبعاً لكن في الآخر اللي بيبقى مستوى 40-50% ما أنت عارف بيحاول يوصل مستوى 150% 150% بس أنا أتكلم كورة في إيه أنا أتكلم في حالة لعبة النادل آلي وفي حالة لعبة نادل إسماعيل أنا قلت لك أنه ممكن بالروح هم ياخدوها مباراة لسه كنت حاولك بالروح عصيبة عصيبة وعصبية إنما إنت لو قدرت عندك شوق ثبات ونقلت عليهم كورة والله ما عندهم خبرات طبعاً اسمعني بس ما عندهمش خبرات طبعاً دي لو نقلت عليهم كورة فترات كبيرة أحمدش صعب جداً أكيد صعب ستظل وجهة نظر المباراة الألي والإسماعيلي من المباراة الصعبة جداً أنا بشكرك جداً أنا بحمد على وجودك معنا شكراً جزيلاً نستمتع الحياة بوجود كابتن أحمد فوزي وكلامه المحترم والواضح في كل شيء شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً للنجمة أحمد فوزي ستطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صدري في ضيافة البيت الكريم أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى أزاي المشاهدين خلوني أرحب فيديو في ونجمنا الكبار الأساتذة الأستاذ عصام شلتوت أزايك يا أستاذ عصام كل سهل حاجة طيب وإنتبقى ألف خير وسلام يا رب أيضاً الأستاذ محمود صبري أزايك يا أستاذ محمود وكل سهل حاجة طيب كل سهل حاجة طيب كل سهل حضراتكم طيبين خليناً أبدأ معاكم بالنواحي فنية سريعة جداً وبعد كده نخش في شغلنا النواحي الفنية يعني مباراة فيوتشر شفتها إزاي ومباراة الإسماعيل شفتوها حضراتكم إزاي لا يعني هو مباراة فيوتشر طبعاً جمهور الأهلي ويمكن البعض بيقول يعني ليه كده تزعلنين عشان نقطة اللي هو فكرة الأهلوية كجمهور طماعين يعني لكن الحقيقة هي نتاج برضو للكلام اللي قاله الكوتش يعني كولر لما قال إنه الذهنية لا بد أن تتأثر ولا يمكن تكون صفية رغم مقاومته لده طبعاً هو فريق العمل اللي معاه لكن في الآخر برضو اللاعب مش أقول بشر كشماعة لا النسب النسب في إنه هو يقدر يخرج بسرعة من الفرحة وكمان من أجازة العيد وكذا والدبحة والصحيان كله بقى توافق مع بعضه وبالتالي هنا تحمل الرجل مسئوليته لكنه ما هربش وما خلعش من الكلام في الكورة سواء مع المؤتمر أو مع العبيه إنه إحنا لابد أن نقود لصفاء الزهن الكروي لابد إنه إحنا نخرج من حالة التباطو الحاجات بقى اللي هو رصدها كمدير فني وما أروع إن الكوتش يكون صادق بدرجة امتياز وإنه يكون كمان عارف إيه اللي هيشتغل عليه الفترة اللي بعدها وعلشان كده عرفت إنه هو اللي المرة التانية على التوالي مرة قبل ماتش الوداد وفي ميروان الأمس ربما أو النهاردة فكرة إن اليوم بيعدي جغرافيا الساعة 12 بتخلي الوعد إيه بعمل المهم يعني إن المحاضرة وصلت لخمسين دقيقة وهذا يعني أهمية تصوره للمرحلة المقبلة مع المزيد من إنه بيحاول يقلل حجم الفرص المهدرة ولو كان مدير فني مقواش بالحجم ده والكلاس إيه كان يقدر يقولك زي بعض المدراء لما يقولك أنا شغلي بيبدأ وينتهي عند تكوين الفرصة أما إضاعتها فلا أعرف عنها شيء لكن الرجل بيتحمل مسؤوليته كاملة مشاركة مع اللعبين وده اللي يخلي جمهور الأهلي مش حكايت بقى يطمن من عدم انت بتشجع النادي الأهلي لكن يخليه متأكد أن القادم هيكون جمع النقاط المتبقية لاسترداد الدرع ومن ثم مباراة لإسماعيلي يعني بكل تأكيد بقى مش أعتقد هيكون الحالة مغيرة تماما مع رفض كامل من ميستر كولر مشكور عليه كمحترف في أنه يرمي الدولاب بقى مش يرمي الشمعاته بس ما عليش حسنا يا سار أنت رأيك إيه في المطش في فيوتشر رأيي أن لعبت الأهلي كان عندهم بعض نقاط في مرحلة تكوين الهجمة كان في شوية بطء الشكل العام شكل النادي الأهلي ولا أشياء أخرى لا لا شكل النادي الأهلي شكل النادي الأهلي ما فهوش ما يزعج ليه لأنه اللي عندك معروف ما ده اللي أنا بقوله بس بلسان كولر عشان الناس تبقى أكثر طمأنينة بحكم إن ده شغلنا فبيوصل لنا الفيدباك بتاع الراجل إنه عارف شوية قللنا مساحة زمن إنهاء الهجمة شوية ما كانش فيه تصويب صحيح يعني عايز يقول مقدورة عليها عشان كده بقولك هو رفض نقاش فكرة الإجهاد وفكرة كذا رغم قناعته بيها لكن ما فيه سبيل تاني وانت بتمثل النادي الأهلي ودي من أجمل حاجات اللي هو بيقولها غير إنك انت تدرك إنه اللي جاي لازم تعود لمستوك مش بيقولك تتحسن بقولك يجب أن تعود لمستوك طيب برضا سيد بحمود عرف رأيك في فيوتشر والإسماعيلي لا أنا شايف إنه ماتش فوتشر برضو وكان درس من دمن الدروس أوكي أنت وصلت للمستوى الأعلى بطولة أفريقيا طبيعي جدا يعني فيحصل لها عندك حالة مثلا تراجع نسبي أو قدام مثلا ماتش سويس في الكاس ماتش برضو كان مش عاوز ماتش مرهق برضو وماتشات الكاس طبعا معروف أنا عاوز أقولك إيه وأنت تتمنى إنه الماتشات اللي زي دي اللي يبقى الجيمة قدامك معفول ومتساب لك الكورة أعمل زي ما أنت عايز وبتيجي عنده نقطة معينة بتتحطم فيها كل إيه محاولاتك صحيح أعتقد إنه برضو من ماتش السويس إلى ماتش فيوشتر إنت لو شفت الشوت التاني وشفت الملعب حين ما شفناش النص التاني الملعب بتاعنا نالي يعني نص النص مرعب ما فيش حاجة بترجع التواف على النص وفرد فيش أفلى قدامك وإنت مش عارف تخلص يعني في حالة أنا مش مؤيدين الفكرة زم كولر قال الإجهاد والإرهاق هاي كلام ده خلاص كورة القدم يعني ممكن يكون الإجهاد ممكن يكون الإجهاد الزهني وده الأهم والأخطر ده محتاج بأمانة شديدة خلي بالحضرتك أنت كنادي أهلي يعني أنا آسف بمناسبة الكلام عن الكلام ده أنت كنادي أهلي أنت بتتبع اللواحة والقوانين فتم اللواحة والقوانين الخاصة بالتأجيلات وده حصل في ما قبل بس في حاجة بس في حاجة سامع كامل احترامي الاتحاد الكورة والجدول المضوط وأنا عاوز أن نهي الموسم يعني مش جريمتي أن أنا بصل لنهاي أفريقيا وباخد بطولة بكثة أن كنت تضغطني بالصورة دي لا بد عاوز أفكر الناس بحاجة جماعة ولازم ناد الأهلي والجهاز الفني وبرده يكون عنده في تفكيره الكلام ده حالا جينا بفترة الموسم الفات جينا بفترة كده اتفاجئنا أنه مثلا فريرا قال لك يا جماعة احنا مش هدي الكاميرا تدوني يوم راحة زيادة وحصل بالفعل كان نادل زمالك متواصل والدول يوم راحة في مباراة اتأجلت مباراة يوم لعشان الناس والموسم متواصل السنة الفاتت مظلوح اه صنة الفاتت ايوة طبعا انت مع بأمانة شديدة يا جماعة هو لعبت الأهلي دول يعني بيلعبوا نفسيهم مش بيلعبوا منتخب مص والناس دي بأساسية يعني حجم الإرهاق على النهاردة هتلعب الأربع وتلعب لحد وتلعب أول مبارح وتلعب بعد يعني عاوز أقولك ايه لابد اه منا بكلمة يعني لابد ايوة لابد يكون على أل خلال حتى الثلاث مرشات قديك يوم زيادة برضو أخلي الناس دي تاخد نفسها شوية حتى لو المسألة اخرت يومين تأخرت ثلاث يام مفهاش مشكلة فالأنا عايز أقولك الناس أهم برح زيادة والضيئة وبتاعوا خاصة مع فيوتشار اللي انت حتى الآن اللي عبت مع أربع مرشات الأربع كلهم مثلا في الدول الأول واحد واحد بتعادل الغريب برضو ونهاردة 0-0 وقبل كده كان تعادل وكده كسبناهم 4-0 فالأنا عايز أقولك أنا شايف أنه التعادل ده ربما يكون نقطة إفاقة واستفاقة للفريق بأمانة بدأ الممبارات الإسماعيل مبارات إسماعيل مباراة كبيرة فريق إسماعيلي طبعا فريق بتلعب قدام نادل مباريات يعني مباريات خاصة جدا مباريات ببقى فيها ديربي بأمانة شديدة مباراة تبقى صعبة جدا إسماعيلي في موقف صعب بيبحث عن النقطة بيبحث عن الفوز فالمباراة تبقى مش سهلة فأعتقد أنه يطلب جهد كبير من لعبة الآيلي خلاص أنت على مقربة من حسم الدرع والهدف أنك أنت تنهي حتى المرشات الباية في الموسم أنك أنت لما تخلص المسابقة يعني عندك فرصة تدي وتقف وتريح لأنك أنت داخل في مطحنة فيه عندك كاس هتكمل فيه بإذن الله تعالى ورس عندك صوبر صوبر أفريقي وكمان عندك صوبر ليج في أفريقي يعني عاود أقول لك إيه الدنيا ما فيهاش ما فيهاش تاخد نفسك وتقول لي ده نهريح أي من ثلاثة وعندك منتخب عنده مشوار هيكمله في شهر تسعة ومع أسكر ومتأكد عندك كمان ورعد كاس العالم التعامل في 12 يوليو وبعد أيام يعلن المجموعة بتاعت منتخب مصف وشكلها عامل إيه فلأنا عايز أقول له أنه تعادل له نواحي سلبية وله نواحي إيجابية الأجابية واضحة أنك إنتمتعاك لك ولكن ما عرفتش تخترق ده نفس الشيء المقالة اللي بعاني منها الآلي في الفترات الأخيرة في ماتش السويس كان نفس الشيء ماسك ومش عارف تخلص أعتقد أن حاجات دي تخترق لكن تخترق ها طبعا أكيد تبقى دروس أنك إنت بس تقف عندها وتعلم حتى لما تكلم على جزئيتي لما تبدأ تسخر في المباراوة دوس يروح واقع واحد ورح واقع التاني ورح واقع التالي دي حاجات بيدي خلاص يعني المفروض هو إيه يعني هو طلع تتكلم فيها لكن عاوزين نقوله يا عمد الطبيعة يعني أنت لا بس خلي بالك هو ابتداء من الموسم اللي جاي إذا تم تطبيق القوانين التعديلات اللي هي بتتعمل دي هتتعمل دي هتبقى بضع ماشي خلاص زي الباسكت زي الباسكت يعني لكن أنا عاز أقولك يعني عاز أقولك طبيعي جدا وانت في المشوار الطويل ده والكلام ده هتقع منك حاجات بس هم حاجة لاستفادة وهي بتقع يعني بتاخد منها ده وشوف إيه الخطأ اللي أنت عملته اللي أنت وعت فيه ويبقى درس بالنسبة له مش عاوزين نجلت ذات منقول آه الناس زعلانة وكان نفسها الماتش وبخلاص وبقربت ماتشين وبرضو كل ماتش يا جماعة بيعتبر ماتش كاس يعني دلوقتي في الماتشات اللي جاية دي مع حجم الإرهاق بالضغط الشديد المتواصل اللي بدل انت رايح تلعب في برج العرب هتقعد هناك مش هتيجي لأنك هتلعب ماتش وتلعب ماتش تاني بعدي لان ما أعتقدش برضو إيه أنك هتيجي من اسكندرية باش هتيجي من اسكندرية عشان ترجع تاني تلعب للاتحاد يعني هتقعد هناك بعد كده ترجع من الإسماعيل والاتحاد ها هترجع على ماتش القمة ماشي فأعتقد أنك إنت مطالب تركيز دلوقتي ودو جدا أنك إنت يكون عندك تركيز في حسم الست نقاط الجايين دول عشان تدخل الامبارات القيمية بحساباتنا كده خلاص تحسم الدول دي مبارة باش تبقى صعبة على فكرة بل يا حسابات مختلفة ويتبقى مبارة قوية جدا فأنا عايز أقوله أنه تجربة فيوتشر ربما البعض يختلف أنا شايفها جات في وقتها أنا شايف أنها تكون استفاقة للفريق كله أنه خلاص الدول ما يخلصش يا جماعة الدول لسه في الملعب لابد أنه دول حساب الملعب وطبعاً لا دور في الملعب طبعاً ويقول غير كده لا دور في الملعب في يعني عاوز أقولك إيه أي تصرف تاني بيبقى عندك يعمل لك مشكلة ويعمل ضغط نفسه عليه صح ماشي فعاوز أقوله أنه درس ونقطة ومن أول سطف في باقي المشات أنه الفريق استعيد صفائه الزين واستعيد تركيزه واستعيد شكله وملبحه وقوية اللي تعودنا عليها وإن شاء الله من التوفيق في المباراة الجاية بإذن نتعان شارنا أستاذ أسام أوتوبيسات مجانية أقرها بمجلس أدارة النادي الأهلي النهاردة في التواجد لتشجيع الفريق مع في الأسكندرية في ظل هذه المباراة صعبة جداً أما من نادي الإسماعيلي وفي برج العرب وأيضاً بالفان آي دي وبتذكر واحد من دربيات طبعاً الكرة المصرية والعربية والأفريقية ولقاء الأهلي والإسماعيلي الدرويش طبعاً ومن ثم المؤسسة يعني الأهلوية بترى أنه الملاك الحقيقيين جماهير النادي الأهلي وقود كل ما هو يعني انصاف للنادي الأهلي بور النادي الأهلي ومن ثم بتحاول أن تيسر لهم كل ما يمكن لكن شو بها الترتيبات لا توجد إلا الحجوزات لا يوجد إلا كل من سيحصل على التذكرة ويتبع النظام سيكون فيه سيارة ممنهج رقمها معروف مشرفنا كل حاجة ما فيش حاجة اسمها إسلام بقى تحد ولا عصام ولا أبو صبري ولا أي حاجة فيه سيستم للنادي الأهلي الأهلي يعني ما علمته كان يتمنى لو يستطيع أنه بساط تملأ الجنبات أو الأماكن المخصصة لجمهور النادي الأهلي في استاد بورج العرب إن شاء الله لكن ده ملمح محترف بالمناسبة ليه لأنه المنطقة هناك يعني المواصلات بها ما فيهاش هذا الانتظام ومن ثم الأهلي رأى أن هناك دور تستطيع الإدارة لعبه وبالتالي قامت بأداء هذا الدور عايز بس أقول يعني لو نعرج مرة أخرى على مباراة فيوتشر أن ما يحدث بالفعل واللي قاله الكابتن عبد ظاهر أنهنا بنواجه في بعض المباريات بما شكى منه الأهلي اللي هو فكرة أنه واحد بعد ما يفك الجوانتي والشنكار ورباط الحزاء يعني الله يكرم كل مواخزة تلاقيه في الآخر بيترشلوا بنجا على كوعه لا يا جماعة لا يا جماعة يعني مش دي كورة التي نحلم بها خاصة أن أنت بتتكلم مع فريق بغض النظر عن قناعة الفرق دي تلعب كورة لا لا لكن ده رقم ثلاثة في الدوري المصري الدوري المصري اللي العين عليه واللي البعض من سارقي العمل اللي بيعمله النادي الأهلي متفردا تقريبا في خلق كرة قدم حقيقية ويحط لعبتك تحت المجر في أكبر وأهم بترينة عرض في الشرق الأوسط ويكفي أن مندي حين يعرف مسؤوله البي بي سي وهي من هي في عالم الإعلام أن مندي ذهب إلى الأهلي الشرق الأوسطي تخرج الصورة بتي شيرت ونسر النادي الأهلي المصري لدقيقة وثواني يعني وده وده قطة طويل قوي على البي بي سي ومن ثم اعتقد أنه الأهلي خلاص وكمان كولر قال لهم الحل الحل أن استراحة الفريق أو أنك تستريح من منافسك لما يكون بحجم الأهلي أن الكرة تكون معاك مش أن اللعبة تكون في الأرض بالأسبة أن لعبة الأهلي لازم تعرف حاجة مهمة لازم يعرفوا أنه في سؤال توجه بسرعة جدا للمعالج في فريق فيوتشار إيه بقى السؤال السؤال الأول أو الجزء الأول من السؤال هو كعربة عملك إيه قال له ولا أي حاجة بيقول لي يا دكتور الوقت يا دكتور الوقت يا دكتور قال له إحنا ما عندناش ستارز وجاري عن نجيلة يصعب يعني قال له يعني ما عمل لك ما عمل لكش كير كده لا السؤال أو الجزء التاني حمل أب مين أم قال لك إيه إيه ده أنتو إيه مين كام ليه فين أعرف يا لعب النادي الأهلي أن فترينة العرض دي زي ما هي أهم أهم فترينة في عالمنا وحولنا أعرف كمان أنه حسادك كتير وأنه دايما وهفضل أقولها اللي مش قادر نفسك أحاول لي كعبلك أو عتلك كعبلك وبالتالي أنا بقول لحضرتك أنه إدارة الأهلي بقى كل ده مربوط في خيط واحد تنظم للملاك الحقيقيين الأصليين الجمهور هذه الرحلات حتى يرى نجوم الأهلي أن أصحاب المال والمصلحة والذين تدين لهم بكل ما هو طيب وحقهم هو الفرحة موجودين معاك وحولك رغم ما ستتحمله الإدارة ومشقة على الجماهير هذا هو النادي الأهلي ببساطة حي طيب أستاذ محمود أخذ حضرتك لموضوع آخر وهو موضوع القوى النعمة القوى النعمة ظهرت في النادي الأهلي في الأغنية وال الفرحة بعد المباراة وأن الأغنية دي ما حدش عرفها وفجأة انتشرت في العالم كله ومش في مصر بس أنا هنا لا بتكلمش عن الأغنية ولكن أنا هنا بتكلم عن قيمة فعل أهلاوي له قيمة قيمة دايما الناس كانت تسمع تقول لك القوى النعمة لمصر هي النادي الأهلي في الرياضة مش عارف ايه فين ايه كذا كذا وبالتالي الناس عايزة فده هو قوى النعمة الناس اللي عايزة تفهم يعنيه القوى النعمة ماذا بس ده بيبيين لك يعني مش القوى النعمة بس قوة النادي الاهلي كمان يعني على السوشيال وعلى الانستجرام وعلى تويتر وعلى إنك إنت قوتك اللي ده يخليك يطرح سؤال شعبيتك شيء أساسي جدا مع بطولاتك هي الدائم في إنه نصتبص عليك وإن المعلن يجي لك وإن اللي فخر الدنيا يفكر وإنه أنا عايز أوصل إلى الأخير طبعا مش الأغنية طبعا كون إنك إنت خدت حاجة بأمانة شديدة أول مرة نسمح يعني إحنا معاوز أولي يا جماعة النوعية دي لو ما كنتش سمعتها هنا ما كنتش هتحاول ما كنتش هتحاول إن كنتت تدور عليها بأمانة دلوقتي كل ما تفتح مكان تلقى في أسبانيا تلقى في قطرة تلقى في السعودية تلقى في كل مكان بيئة الحدوطة عملت رد فعل طيب رد الفعل ده بنال على إيه هل ده جاء من فرق شوف لقطة واحدة وتعاملت من أنا بخالك ده ما خاتتش يعني حتى 20-30 سنة ما فيش أي ما خلش في الممر وفجأة تحولت إلى حاجة شعبية عالمية كبيرة جدا ده ببرهن على حاجة أيوة على قوة المكان وقوة الكيان وشعبيته وتواجده في كل مكان وفي مجدان الناس ده خل عمل ترد فعل إنه الناس التانية شافت الكلام ده طيب يا جماعة دايما خليكش أنت تفكر كمتابع ومشاهد إنه الأهلي ما جالوشه ما تحطش في المكان اللي هو فيه مسألة الشعبية ومسألة التواجد وعدد المتابعين اللي بيزيد يوميا بصورة كبيرة ده أحد الحاجات والعوامل الأساسية اللي خلت المعلم الباحث على إنه يحقق مكسب سواء لحماية لشركاته سواء لتواجده في كل مكان من خلال مين من خلال الارتباط بكيان بحاجة من الله الناس اللي عاودت تستوعب الكلام ده عليها أن تستوعب الكلام ده ما جاش من النهار ده ما تبناش من اليومين ده لا ده دي يعني عاوز أقولك زي حاجة أنت مبنى بتبنيه من تحت بتطلع وبتزيد كل يوم بتزود فيه حاجة وكل يوم بتضف لك معلومات جديدة كابتن إسنام الأهلي لما تيجي تقيمه مش كمان رياضيا فقط كمان على تواجده لما رحكس العالم في اليابان وشفت أنت حجم المتابعة اللي كانت موجودة من الإعلام هناك والتساؤلات الكبيرة جدا وبأمانة شديدة كان الأهلي عامل حالة غريبة جدا لما بيحط الأهلي مكانه في أي حتة الناس بتفتش وبتدور على تاريخه وتعرف تسأل على نجومه وتعرف بأمانة شديدة الغنيه دي مش هتوقف عند المسألة دي الأمور هتبقى كمان هتفتع عينين ويمكن شفنا لما جينادي الأهلي يلعب مع بيرو منك في كاسة العالم للأندية وشفنا الحاجات اللي يتعامل لما بين النجوم الفرقتين والكلام باللغة العربية لم يأتي هذا الكلام كده يعني مجاش تباعا ولا جيبوا الصوت فلأ ده جي ترتيب واحترام أنه عارفوا شعبيت هذا الكيان الكبير لن تقف الشعبية ولن تتأثر بل بالعكس من يحاولون أن يوجهوا لها سهام النقد أو يحاولون أن يطالوا منها شيء هم مش مدركين أنه هم بفتحوا العين ويبوصوا المساحة يعني عارف أنت إيه؟ لما أنا عاود أتكلم فلاك عايزين تساوي دعاية لا أنا عاوز أن أهلم لا أنا عاوز أن أهلم دبيتي من إسلام فعاود أتكلم عني فالناس تتطر تعمل إيه؟ أنا عاوز أن أعرف إسلام بيعمل إيه؟ فاللي بره شايف واللي بره مطلع زي ما احنا قلنا واتفقنا سفينة الأهلي أميس حاجة فيها إنها ماشية ومناش دعوة بالحوز دعوة ودي أهم حاجة دي قوتها في حالة الهدوء وحالة إن أنا محدد هدفي وحالة إن أنا ماشي في الطريق بشتغل وبعمل لما بتعمل لقطة صغيرة زي ما قال السعصاب قال لك إيه؟ أنا قاعد في ناس قاعدة منتظرة إنك كده تعمل غلطة بس دك كده أنا عاوز أبسك فيه أنا عاوز أدور لك على حاجة أجيت لك منها مبرر أدخل لك فيه إن أنا إيه؟ أحول أشوهاك من يقدم على مثل هذه الأفعال سيظل في مكانه مش هتتغير الأمور يا جماع اللي عاوز يكسب الأهلي يكسبه في الملعب اللي عاوز يكسب الأهلي يكسبه في المساقين الأخضر ماشي أنا بكلمة له ماشي أما بره الملعب ها فأعمل زي ما انت عايز قول زي ما انت عايز مش هيتأثر مش هيتغير لأنه الواقع مختلف الواقع يا جماع الناس والإعلام والاهتمام اللي بره إنه الأهل في كاس العالم ها ده أهلي في كاس العالم من قبلية والأهلي بطن أفريقي ماشي ما أنا بقولك إن الأهلي بضمانة جهد يعني مؤسسي وجمهور عظيم بدعواته وبحضوره يضمن كأسي عالم يا سبحان الله يعني تأتي بمجهوده عرق أصلاهم الصدفة ولا كسبها في اللوترية يعني ده ده محمود نتاج جهد جهيد تم يعني العمل عليه أجيال وراجائة زي ما كنا بنتكلم أنا وأنت مع الشاب الجميل اللي كان معنا في الاستراحة وبالتالي يا جماعة الموضوع زي ما انت قلته الأهلي لا يرى خارج الإطار الأهلي أجهزة كلها أو السفينة الحمراء منضبطة على من الميناء إلى توصيل يعني بالسلامة بإذن الله لاش دعب كل الأمواج والملاطمات لأنها جهزة لها أولا أما اللي على البر بقى فمجرد ناس تشاور لك وتشاور لها هو مش يشغل نفسه بيك انت بقى حابب تعمل نفس التجربة روح شوف الميناء اللي انطلقت منه السفينة كيف تنطلق كيف يكون لديها هذا البور ومن ثم الموضوع ما هو الصعب بل الأصعب هو إنك عايز تعيق دايما في القادم الإعاقة تبقى صعبة بالمناسبة بإذن الله تعالى هناك تعديلات كثيرة هناك مخطبة وصلت بس برضو ضمن الحاجات اللي مش هتظهر في الأجازات أو لما يلقوا مفاتيح لدراج عن أن هناك الكثير مما وصل من الأمم المتحدة الكروية الفيفا إلى الاتحاد المصري كاتحاد أهلي عن ضبط أدوات العمل وبالتالي ستكون ويلاتها كثيرة إذا لم يكن معايير كاملة في إدارة المسابقات وبالتالي الكلام كان واضح ضمن البنود وإلا يتعرض لاتحاد المصري لعدم مشاركة فرأه في كل ما تنظمه المؤسسة الكروية فيفا من مصابقات يعني ممكن إذا لم تنضبط أدوات القيادة في اللي هو يعني الجاد فاظر بتاع اللعبة اتحاد الكرة أنت مهدد بأنه منتخب مصر مش بعد سنين في تصفات كاس العالم المقبلة ما يلعبش ليه؟ لابد من بيانات كاملة لابد من ترخيص كاملة لابد أن أنت تشير إذا كان لديك أندية مأزومة وإذا مش عيب لكن دي يكون عندها برامج سداد يكون لديك مشاكل اللي لعبين مع أندية أن تبلغ فورا هل تم الحل؟ هل الحل في الطريق؟ هل لديك من يعني المتقاضي ضد الأندية اللي أنت الأب بتاعها لديك ورق منها يفيد أن الطرف المتقاضي معه في طريقه للحل كل ده المرة دي بقى مش هيبقى شفوي الفيفا لن يقول مرة أخرى للتحاد المصري سمعنا ويقول للمتقاضي مع هذا شأن داخلي خلصت شأن داخلي دي مع التعديلات الجديدة اللي المفروض تبدأ من 1-7 باعتبار أن الدوريات بتبدأ في كل الدنيا من 1-7 سيتم تطبقها مع منتصف سبتمبر بإذن الله موعد انطلاق المسابقة الجديدة الأهلي ما عندوش يعني رفاهية النظر حوله إلا في شأن مصالحه التي لا تجور على أحد لأنه عنده التشامز ليجي الأفريقي عنده السوبر ليجي الأفريقي عنده المشاركة والسوبر عنده مشروعه وما يطلق عليه أن كولر والخطيب مفاوضا من مجلس إدارته وجمعياته العمومية وقبلهم جماهيره فيه حاجة اسمها مشروع إن ده مشروع يعني التعاقد مع كولر هو النتاج أو ستكون نتيكتو مشروع كامل لفريق أعلامي حقيقي مش كلام بقى المراضي ننتظر داخل إن شاء الله طيب خلال ننتقل إلى موضوع آخر برضو يا سيد محمود وهو موضوع قمة وقاعد دوري قمة الدوري وقاعد دوري المنافسة في القمة ثم الهروب من القاعد الهروب في القاعد بسبحة بسبحة القلع بسبحة القلع عندك سبع فرق تمن فرق تحت يعني بص يعني تطبع عبر حرص الحدود يعني تطبع حرص الحدود لكن شوف عندك غاز المحل وغيرت مدرب رجعت كابتن خالد عيد عندك النادي الإسماعيل عندك عندك النادي الإسماعيل الوصف الشعبية خالد عيد على فرق المحل آه لما ده طب أطلب شعبي يعني الراجل كل ما ييجي يعمل حاجة وعلى فرق لهم بأمانة شديد يعني لما هم مشوه صدفات كان حاجة غريبة جدا طبعا لما أمانة شديد حاجة برضو برضو حاجة غريبة جدا برضو ما عاربش دي مسألة يعني غير العتب والله عندك في قصة المحلة فريق لا في قصة الراجل الوزير السابق لقطاع الأعمال قال أن هناك كوارس تحدث نتاج لا ما في في حدوطة لا في مناطق في مناطق بالدير بص جابديني الجولة اللي جاية يمكن فوز الداخلية على المؤمنين العرب ألب الموازين ألب الدنيا بأمانة شديدة كده الداخلية محتاجة تقصب ماتش تاني من الماتش ماتش جاي اسماعيل بعد يعني 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 الماتش الجاي الداخلية كسبت كسبت الإسماعيلي وعندك أسوان والطلايع أسوان أخر ماتش للداخلية والطلايع والطلايع هنا أسوان والطلايع الماتش الجاي على فكرة ده ماتش بردو على اتحاد الكورة هنا بقى هندخل بس هدي هنقول حرس الحدود عندك أسوان والمحلة والطلايع والإسماعيلي والداخلية ها ومن بعيد البنك الأهلي وصورة ميكا يعني سنة فوق الماتشات المسير يا كابت استنى في الموضوع إن الماتشات مواجهات مباشرة يعني لا يحتمل مستني لحد يعني محدش هتستنى أكل بس اخدم نفسك بنفسك مفيش حد سنة لابد إن اتحاد الكورة في اللحظات دي ما تجيش تقول لي مفيش فار ها ما تجيش تقول لي أولك اللي أنا عارف لأ كابت تمانية ونص بس ليه ها الأربعة اللي هما اللي حاي بتكلفهم دول بس لأن هما أربعة عربيات ماشي ماشي بس من اللي دير يا كابتن اسلام نعم لأ من اللي دير لابد من أطقم دولية آه لا طبعا ماشي يا عبدال بص عشان ما حدش بس إيه هدى حد أطقم دوت حكيم دولة انت فاكرا ما بنبقى في البلاد اللي مصر مش هقل منها بيقف الكوردونيتور في الصفافيرا كابتن مع أجهزة المحمول تبدأ في لحظة واحدة أولا ماشي حاجة أسميها فريق ايه واحد يعمل يخرج استنى خمززاعة عشان التاني يعمل لا الكلام ده المفروض لو حصل دينية تبوض لا ايوه لو اتأخر تبش حاجة أسميها وانتأخر ديها كل بص في نفس التوقيت تبدأ فانعاوز أقولك ايه هذه هيكون أسبوع مسير صحيح حاسم هيكون صفا فأسبوعي يستحق ها وتستحق أن تنقل هذه المباريات الأربع جميعا على هواق مباشرة يعني لازم تحطي لها قنوات يعني بص ما تقوليش مباريتين بس لا كل في الوقت واحد لازم الناس تشاف فانعاوز أقولك هنا قمة الإصارة قمة الإصارة وقمة المتعة في المتشين في الأسبوع اللي جايدة أسبوع الجاه يا حد خنات الآلي جاهزة ان هي تزيع لو عايزين تزيع المتشد ولا حاجة إحنا جاهزين أنا بقولك والله لازم نارمع المتشد أما بالنسبة أيوة أدي مسامل مكانات لحنا نسبت والله لحضراج بتقوله أما أنا بقولك البعمنة لازم يكون فيه محطوط في الخطة أن المتشد كلها مهمة جيدة سواء عايزين عاربع المتشد بتاع الزين لازم أكبتن ده من ضمن مزار العداد على فكرة على فكرة قبل كده كانت تزيع المتشد يعني عارفت فكرش فترة فيه قناتين فكرش فترة مكانت قناتين أوروسبورت وان وطو طيب وبعدين تقدر النيل كمان وهو تلفزيون مصر والنادي الألوى ويا خنات نادي الكبير في مصر يعني فهي حاجة ده أنت نادي السينما ومناي مش عارفين زعت مشهات فقطها في الدور تفاجئنا بحاجات كانت تزع كده في نفس الوقت عشان تعمل هذا المشهد فنعود أقول لك مشهد مسير للدور المصري بعمنا قمة الإصارة في الأسبوع المقبل هيبقى أسبوع حاسم وتوضيح للصورة أول من اللي هيوعد ومن المشاهد أما بالنسبة محمود التحكيمي على نفس المستوى ويسترفوا في الرزاص ده بتاع العشر يارضة وما يبقاش فيه تضيع وقت نرجو أن الكورنت الصورة مواجبة للجمهورية التانية مواجبة لمصر الجديدة دي حرام ما يا سيد عصام دولات احنا حد تتكلم على بريرة لشان فطلع على الحاجة مش روك دينا منتظرين وزي ما طالع أرمر في المطامر قال انتظرون السنة الجيل وراجل قاعد السنة الجيل مكمل إن شاء الله ربني وفا القمة الوضع ممكن يكون أهدى نسبيا كابتن إسلام لا خلص يعني النادي الآله مخدمة لكن الآله بيحتاج على بتقلب حتى لو كان المنافسين عندهم ثانيا حتى لو كان المنافسين يعني الفضلهم باتشين ها صحيح هي وراء والألم محسومة لكنت لابد إنك انت يعني ما تديش فرصة مباريات عندك مباريات صعبة جدا مباريات حاسمة الترتيب خلاص ويمكن بعد إرسال كمان الاتحاد الكورة للأنديلة تشارك في بطولتين أفريقيا سواء دور الأبطال أو حتى الكونفرالية ويحدودها انتهت وخلصة وكلام لكن عاوز أقولك أنه ايه هتبقى قمة الإصارة في الأسابيع المقبلة سواء على خاصة المستوى القاع والهروب أو حتى على القمة في مدشات ومجهات الأهل لأنه كل برضو ينتظر أهل إسماعيلي أهل إنتحاد أهل إسماعيلي أهل إنتحاد أهل إنتحاد أهل مصري ولسه عندك أهل مصري ولسه عندك أهل المعونين ولسه لسه 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 أنا شايف بكرة مباراة أنا معرفش المنتخب غني أنا قريت عنه منتخب قوي جد طبعا هو كمان منتخب قوي وعنده بدنيات عالية قوي اه احنا محتاجين نصبرت منتخبنا ده للآخر منتخبنا الأولمبي يعني لأنه الحقيقة ده يبين الواقع الأليم شوف كسبنا شوف فرحنا لكن الحقيقة ده يعبر أن المسابقات كاملة تحتاج لمراجعة سريعة جدا من يعني مسؤوله كرة القدم في الاتحاد الأهلي نفسه مش بس الأندية لأنه هو اللي لازم يضع خريطة طريق أنت النهاردة بعد ما كان بيبع عندك كابتن إسلام وأنت واحد من اللي حضر منتخبات لعبا كان بيبع عندك محمود بدل اللستة أربع خمس يعني لست فتقول لي إزاي ما خدماش عصامه محمود لأنه فيه إسلام وعلي لا فيه اختيارات غريبة برده يدوب عمل الولاد اللي طلعوا مع فرقهم للدور الممتاز والراجل أنا بقرأ برضو أنه كتش يعني محترم الحقيقة لكن هو عامله على ما كان يجب أن يعمل عليه لاتحاد المصر قاله وهو رفع حوافز اللاعبين أن الراجل عارف أنه هنا عندنا تالنت رائع إنما قال لهم الكلام اللي اتحاد الكرة لازم يعمله ده مستقبلكم مش هيكون ليكم لازمة وبالتالي لابد من إعادة سياغة مستقبل كرة القدم والأمر المراضي لا يحتمل الأمر لا يحتمل لمسكنات ولا حتى مشوار تروح تعمل إشعاعات وتحاليل لازم تعملها في التو واللحظة إذا كان هناك شيء فهو دعوات المصريين وولادهم اللي شئوا الراجل البرازيل الحقيقة لازم نقول أنه أنا شايف أنه من الخطورة بمكان أنتصل للبطولة وإنت ما عندكش خطة مستقبلية لما بعد باريس 24 سيد محمود وجود برضو فيتوريا النهاردة أعتقد له دور سلبي أو العجابي لا معنوي هو معنوي وخطوة كويسة أنه برضو راح يساند وكلام ده يعني هي مساندة معنوية وتوجد أنه كله خلاص انتقربت من المشهد لكن على فكرة مباراة غينية مباراة في غير صعوبة منتخب غينية عمل مباراة مع منتخب المغرب وبأمالة شديدة كان لهم هدف وتم إلغاءه مباراة شديدة جدا يعني مباراة آه لا ده هو أصلا تقدم بهدف وبعدين المغرب تقدم بضربتين جزاء ثم أحرزهم مباراة على فكرة مباراة صعبة جدا مباراة مواجهة محتاجة هيبان فيها يعني قيمة عناصر منتخب لومبي في الفوز لأنه الفوز في المباراة هيريحك انت رايح لهدف مش بغض نظر عند الفوز بالبطولة وتحب المحافظة على لقبك لكن انت خلاص ده ما انت رايح أولمبياد وده لكن الخسارة هتأديك لموقف ما تضمنش بقى توابع وإيه ليه بقى هتخشك في مباراة ثالث ورابع ثالث ورابع هتعمل لك ها هتعمل لك هتعمل لك هتعمل لك ثالث ورابع ما تضمنش هتروح جاهلك مالي تاني وفرق مالي وهي فرق بصراحة المغرب عندهم فرق عناصر يعني ممكن نفوزهم على غانا كمان بنتيجة خمسة خمسة واحدة أو خمسة صفرة ما اعتقد كان نتيجة كبير بحاش كنت أتوقحها أبدا فأمانش فبعاوز أقولك انه ايه برضو الفوز وضمان التأهول وانا كنت تصل المباراة انه هي ده في حد ذات ودك دافع لكن ده ما يخلكش كابتن إسلام الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم كلام في غاية الخطورة وقلناه قبل كده الأمور بأمانة والاختيارات وقلة المواهب ها بحتاجة فعلا وقفة بحتاجة فعلا عاوزة حل ما ينفعش شعب عنده مية وخمسة مليون ومش عارف تطلع عشرين تلاتين اربعين خمسين واحد عبير عفر عبير عبير كور متى تختفي المجاملات لأ المجاملات الاختيارات وقلت لأ مين المدرب المؤهل عشان يختار لاعب او يختاره في تدريبة او يختاره في تقييم او يشوف العناصل ازاي يا جماعة اعد المدرس الاول ولا الطالب ما تريحون اضايب انا عاوزة نفهم المدرس ولا الطالب المدرس لهبه عنده المدرس يعرف في اختار يقيم الطالب شايفه المدرس مش شاطر لو حضرتك فاكر كابت صالح سليم رحمة الله عبر دكتور الجنزوري دولة رئيس الزراع الاصبك رحمة الله طلب منه مشروع قبل 98 للكرة المصرية وتحدث مع حتى الساد رئيس الدولة وقتها رحمة الله فكان الناتج المحلي ان اقنع الشريف بيك خشبة زي ما اهل اصيوط الله رحمه كانوا ينادوه دائما انه يتوافق على خمس افراد يديروا المنظومة بطموح مستقبلي لعشرين عشرة تمام حين فوز منتخب مصر بـ 98 على غير المتوقع مع محمود الجاري رحمة الله ألغي المشروع وكنا شباب وكان براغ ده بيوقع للنادي الاهلي لعبا للسكواش وانا وزملاء اخرين شباب قاعدين وكابتن بعد ما خلص حد من الزملاء بيقول لي اظن اللي يكلم كابتسال حسيني رحمة الله يقول لهمش قلت له يا رجل ده كلام ده كلام انت بتقراه في الحواديد جينا نكلمه فانا كنت عارف الحكاية دي فبسأله قال لي يا سيدي ما احنا طلعنا ما بنفهمش مش جبناك الله ارحمك مايسترو واقول لجي المشروع عشان كده محمود فكرني انا بقول ده واحنا في طريقنا للفوز اللي محمود بإذن الله تعالى كل شعب مصر بيتمنى ان نلعب النهائي لكن هل لا تنسينا الفرحة وارجع اقول لك مش قولنا لك الروح بريس مش قولنا لك مدتونا الوقت فانقزنا عشان فكرة عوز اقول لك على حال عشان فكرة زي ما بيقول أصام اختيار منتخبات اللي هي 2006 و 5 و 7 و 8 يوم منظوم الوحيان ماش نابد فعلا اختيار الناس اللي هتدير الكلام ده على اي اساس تم الاختيار ومن هختارهم هال في توريا لو اختارهم في توريا هال في توريا يعرف الناس يعرف في توريا يعرف الناس هيعرف صفهات هيقرأ ايه سبيهات هنرجع بواقعة الدكتور عبرو بالمجد لما عمل حب يعبد كذا كذا قالوله ايه اركن على جنب احنا نجيب مين بالعوز ولا كيه اذا لم تختفي المجاملات صحيح بصورة او باخرى صحيح على فكرة هتكون النتيجة استمرار عايز اقول لحضرتك بس وانتم معجبون بمنتخب المغرب انا قاس الملك حين طلب من السيد لقشع اللي كان وزير الخزانة مشروع كاروي استدعى وفورا بفكر كاروي الله عليك محمود كل الذين يدربوا في فرنسا واسبانيا في الاعمار السنية مش المدربين الكبارة محمود عشان يجبوا يشتغلوا بالنموذج الاوروبي لماذا لا صعبا صعبا لا ما هو في حاجة يعني بتحصل قريبة من كده يعني اه الكابتان ومصر اعتقد من خلال الفترة اللي جاية واثبت نجاح جيد جدا في السنة الاولى ان شاء الله السنة التانية كمان يبقى فيها ايه اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية في هذا الامر عموما خلينا نشوف لكن في النهاية منتخبنا الاولمبي بكرة ومباراته المهمة جدا ان شاء الله ان شاء الله توفي يا رب عشان نكون وضعنا او على الان لنفذنا الهدف الاول من مجول منتخبنا الاولمبي وهو الوصول الى اولمبياد باريس في ظل هذه المجموعة اللي كانت صعبة الحقيقة وامال كبيرة او فشل في الفين في منتخب الشباب ومنتخب النشئين خلانا كلنا ننتظر فرحة الحقيقة مع منتخبنا الاولمبي اللي نتمنى انها تكون بكرة اولى الفرحات بالوصول رسميا الى اولمبياد باريس وبعد كده ان شاء الله نتكلم على المباراة النهائية كل التوفيير لمنتخبنا بكرة وان شاء الله يفوز ونقدر ونبركله على الهواء مباشرة شكرا جزيلا انا او سوز عصام انا اللي باشكر حضرتك شكرا جزيلا انا سوز محمود على الهواء انا باشكر حضرتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت